اه بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معانا النهاردة السبت اربعة مايو عشرين اربعة وعشرين مع صهرة جديدة في النفرو باثولوجي طبعا يستعدنا ويشرفنا كوكبة من الاسادزة اه موجودين معانا ودايما اقول ان كلما زادت السماء ظلاما زادت النجوم ضياءا عمر النجوم محدبان اذا كانت السماء منورة. عندنا نجوم كتير جدا فكلما زادت السماء ظلاما فاحنا الحمد لله عندنا نجوما في النفرولوجي. اضاء هذا الجروب واضاء هذه المعلومات القيمة جدا. النهاردة احنا بنتكلم على تسعة شهور كاملة في الجروب العلمي. تخطيناهم الحمد لله من نهاية شهر سبعة. فاحنا كده تمينا تسعة شهور. وانا شايف ان الجروب العلمي والمادة العلمية والنشاط فعلا بعد تسعة شهور هي ولدت آآ عملاقا. يستعدنا وشرفنا طبعا ان حضارتك تكونوا موجودين. دايما اقول مفيش تعليم من غير طلاب. وما فيش اسادزة حتبدع لو ما كانش في حضور. وبالتالي الحضور بتاعكم آآ مهمة جدا. الجزء الاولاني من المحاضرة السابت نفات كان الكابسولة بتاعة النفرو باثوروجي مع طبعا النجم الكبير الاستاذ الدكتور عصام نور الدين ومعا الاستاذ الدكتور سعيد خميس وباقية الاسادزة على الحاضرين. قدنا الكابسولة والبرشين. النهاردة بقى نستمر عن نفسنا. يعني هيبقى فيه آآ بعض الكويزيس اللي هي استاذ الدكتور عصام نور الدين طبعا حيقلها. بعض الاحصائيات المحاضرة اللي فاتت كان عدد الحضور حوالي مية وعدد المشاهدات لجاية النهاردة خلال الخمس ايام لان المحاضرة اتناشرت حوالي يوم الاتنين اللي فات فكان عدد الحضور لجاية النهاردة حوالي سبعمية وخمسين وطبعا متوقع ان هو يزيد مع الوقت بالذات ايام الامتاعات. يلا بينا نشوك مع الدكتور عصام. النهاردة طبعا محاضرة مهمة جدا في عكوزات. وقبل ما الدكتور عصام يقول هقول لك ان المحاضرة دي تحت عنوان لو كنت ناسي افكرك هو ناوي ان شاء الله يفكرنا. دكتور عصام تفضل حبيب. شكرا جزيلا دكتور ريشام طول عمرك كده مقدماتك وحاجاتك بتبقى يعني بري انفورماتيب. ما بتقلش تهيالي في الهمية عن المحاضرة نفسها اللي بتتقدم. الله يفكرنا. بما تصفي عليها من جو جميل وتفظله في مجهود نرجو ان يكون في ميزان حسنة. يعني يا رب ان شاء الله. احنا زي ما شوفنا جماعة المرة اللي فاتت. كنا عملنا زي سامارايز دي ريبيو على النفرو باطولوجي. زي ما اتفاقنا المرة اللي فاتت هنبتدي نتكلم في مجموعة من الكويزيس. طبعا مش هتنفع تتقلع على مرة واحدة لدي عندنا الحمد لله يعني بنكة او عدد هائل من النفرو باطولوجي كويزيس. انما خلينا نقسمهم على عدة مرات فهنبتدي دلوقتي بالنفرو باطولوجي كويزيس. ايهوب ان احنا نكون راجعنا المحاضرة بتاعة المرة اللي فاتت. نكون شحزنا كده الهمم بتاعتنا. و اه نشوف كده ايه. ايه الحاجات اللي احنا هنسأل فيها النهاردة. طبعا اه يعني انا همشي بطريقة مش كلاسيكية او كحكاية النفرو باطولوجي كويزيس والكلام ده وكده. اه انما بدل مادي مقدمات كتير واحدة اقول اصلنا وهنعمل وهنروح. انا الحاجة ما بحبش المقدمات داية كده. فش في الموضوع على طول. بس تهالي كلنا هنتفق انه السلايد اللي موجودة قدامنا دي جميلة اوي الحقيقة. موافقيني فيها موافقيني دكتور هشام على المنظر دوت ولا لا? الوحيد اليمكن. الوحيد اليمكن. دي كوباية في اه. يعني دي كوباية قهوة في اصر السكاكيني اللي هي في البلكونة اللي بص عن اصر نفسه. اللي مش عارف اصر السكاكيني يروح يزوره. بنفس الفنجان وكمان بنفس ايه? الكنكة الكلاسيكية النحاس. هو ده فعلا اصر السكاكيني واحنا عادين في الاصر. تمام تمام. اه طبعا الشكل اللي موجود قدامنا هو الحقيقة عشان برضو ما ضاعش وقت فيها بس اه لابد من احنا نذكر لصاحب الصورة دية او الشكل اللي انا جاب منه الصورة دي لابد نذكر له الفضل هو واحد مصري على فكرة اسمه الدكتور احمد رفاعي اللي هو اسمه مكتوب فوق هنا اهو. ده دكتور اشعة على فكرة من جامعة اسكندرية وهو مشغال في السعودية بقاله فترة طويلة واعتقد هو مزال موجود في الرياض. عنده اه اه سايت كده على الانترنت بيعرض فيه حاجات ظريفة جدا مش حاجات علمية بس لا حاجات علمية وحاجات في الحقيقة وقراء وحاجات ظريفة بيعمل حاجة جميلة جدا الحقيقة. ايه الحاجة جميلة اللي بيعملها? يعني المنظر اللي احنا شايفينه ده ده كان جزء من الشكل بتاع اليوتيوب. انا مصوره كده من على اليوتيوب. كل مرة بيعمل في اه فنجال القهوة دوت كده هو قاعد بيقول الكلمة بتاعته. وبعدين بيصوب القهوة ديت في الفنجال اللي موجود. اوكي? وبعدين يبتدي يتعرض للنقطة اللي هو هينقشها. سواء كانت نقطة اجتماعية نقطة علمية نقطة حاجات كده. والحقيقة كلامه دايما تحس كده فيه حكمة وحس انه شاصية جميلة. فدوت بيذكر دي اهله. انا عجبتني اللقطة دية. الحقيقة طبعا انتو عارفين ان انا بعز قوي القهوة بالمنظر ده. واحب القهوة تبقى شيك. ازاي اللي احنا شايفينها. حاجات بسيطة او على فكرة ممكن نعملها في القهوة او في اي حاجة انت بتعملها. تخليك تنبسط. زي شوية حبات البون المحطوطين بره دوله. زي شكل حكة السجادة ولا المشم علينا دي. زي شكل بص ازازة عادية جدا فيها مية وخرج منها الوردة دي. شوية حاجات كده ممكن اي حد ممكن. متقال النقشل على السجادة بروتين يعني من بتاعها وانا اهول شوية. بالضبط يا. على اكيد يعني ده اول كويز يا جماعة. نفرو دكتوري الجاب متعود دايما على الطريقة بتاعتي ان انا حتى لو بنعرض حاجة بنروح طلعين بيها بكويز بس يعني لا هي دي كانت مقدمة في الاول. طيب نبتدي الشغل بتاعنا. لو فاكرين المرة اللي فاتت احنا كنا قلنا في اللايت مايكروسكوب كنا بنشوف في باترن معين في الجروميلي ديس او درز من الباترن زود في حاجات كتيرة. هناخد باترن بس منه اولاني كده كنوع اه يعني تجميعة وهنطلع منها على الكويز عضو. ايه الباترن اللي احنا هنتكلم عليه اللي هو يعني لو سألنا حضراتكم كده كم مرض او كم سبب عندنا تعتقده ممكن يكون بيعمل لنا سيكينينج للجروميلولار بزمت الممبرين بايلايت مايكروسكوب باكيد حضراتكم هتقولوا عدد كبير اوي واكيد مفيش حد من الموجودين بيسمعنا دلوقتي يقعد معانا. محدش ملينا بنانا يقول ايه دا هو فيه غير الممبرانس. لا دا فيه حاجات كتير اوي. تمام? طيب. الشكل اللي موجود قدامنا اللي سلايد تحت اهي. هي ديت واحدة من الامراض اللي هتبقى موجودة في السلايد هنا لما نكملهم مع بعض. وبتبقى سبب من الاسباب اللي هي بتعمل لنا سيكينينج اللي هي البرويلولار بزمت الممبرين. فلو نزلنا لتحت كده زي المنظر اللي احنا شايفينه ده سيكينينج هنا اهو. هنا سيكيند هنا. تمام? سيكينينج موجود هنا اهو. سيكينينج موجود هنا اهو. وبرضو للتذكرة ان احنا قلنا اه بعتبر امتى سيكيند لو الديامتر بتاعته بيبقى مورثيك عن التيوبولار بزمت الممبرين او النيرباي تيوبولار بزمت الممبرين يكون دوت اتخن منه. فالباتولوج سلايد اللي موجودة قدامنا ديت كده. هي ديت واحدة من الحالات اللي هتبقى موجودة قدامنا دي. اللي هي بتعمل لنا سيكينينج الامر بزمت الممبرين. طيب. نرجع تاني ليه الباترن اللي موجود معانا. زي برضو ما قلنا المرة اللي فاتت. الانتر بلي بين الميكروسكوبات التلاتة اللايت. وبعدين يبقى سبليمنتد بعد كده بيه الاميونو. ويلكترون ازا حتاج الامر. بيساعدنا ان احنا نوصل من الاخر للسبب الاساسي. او المست ابورتنت جوز اللي هو عامل لنا الامر مالتي دي. فلو طبقنا القاعدة دي على حكاية الباترنج دع سيكين جوميلو بزمت الممبرين. بيقول لنا لو لقينا المنظر ده بايلاين مايكروسكوبي. بنروح بعد كده داخلين على الاميون مايكروسكوي. سواء اميون فلوريسنت او اميون بيروكسيديز. لو طالع فيه بوزيب رياجشن اجينست وان او زي اه 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 الي احنا بنستعملهم في الحاجات دي هتكده. هيدينا اول لستة من الاسباب ودولت خمس حاجات مع بعض بالمنظر دوت كده. اللي هي بتعمل لنا ثيكين انجل جوميلو بيزمنت الممبرين. الممبرس نيفروباسي والامي بي جي ان. واللوبوس نيفرايتس. والكرايجروميل جوميلو برايس. والفايبريلاري جوميلو برايس. يبقى كل دول بيشتركوا بأنه هما بيكون معاهم وبيكون مديلنا بوزوتيب ري اكشن اجينست سام اوزي اميونو جلوبلينز اللي هي بتكون موجولة في الاميونو ستين طيب لو عملنا القصة دي وطلعت انها نيجة مفيش بوزوتيب ري اكشن في الاميون مايكروسكوبي هنروح نجعين مرة تانية للايت مايكروسكوبي بس هنروح مديلنها سابغة سيلفا المرة دي بتاعة جونز اللي جبنا صورة والمرة اللي فاتت طيب بعد ما نعمل السيلفا ستين اللي موجودة بالمانزر ده هنطلع بتلات احتمالات موجودة معانا يا طرى بعد ما دينا السيلفا ستين بفكر حضراتكم بتبين ليني او البيزمينتين برينز كلهم سواء جولوميريلر ولا تيوبلر ولا كامسولر بيزمينتين برين ملقناش فيه دابل كنتور موجودة في السيلفا ستين الاحتماليات بتاعتنا اللي هي الديابيتك نيفروباسي وزي ما حضراتكم عارفين في الكلاسيفيكيشن البيت معبولة دلوقتي من سنة 2010 بتاعت الديابيتك نيفروباسي او الديابيتك جولوميريلر تشينج او الكلاس منهم اللي هما اسمه الثيكنينج للجولوميريلر بيزمينتين برين النوع التاني اللي هو بيشتبه بالضبط زيه زي الديابيتك كدني ديسيز دوت بالضبط او زي الديابيتك نيفروباسي ده جولوميروسكيلوروزيس هتلاقي اللي اتني هتلاقي فيه وهتلاقي فيه بيبقى هو 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 بالضبط زي اللي قبليه اللي هو بتاعت الديابيتك نيفروباسي سواء و احنا بنتكلم على او بنتكلم على نديابيتك نما الفارق الاساسي طبعا ده مش محتاج ان احنا نتكلم عليهم واحد الديابيتك اللي هو الديابيتك نيفروباسي والتاني لازم ما يكونش دايابيتك عشان يستاهل الانتيتي دي اللي هو بتاعت اديوباسيك نوديلر بروميروسكيلوروزيس ولو صبرت علي شوية كمان شوية كده هجيبلك اغشيشك كمان شوية هجيبلك بترني تاني اللي هو بتاعت نوديلر جروميروسكيلوروزيس عمتعرض الي بس خلينا نعدي ريل الوقت طب افريل انا ما عملت سيلفرستين وهي اصلا كانت اميون نيجاتيب لقيت ان انا عندي ضب الكنتور الاحتماليات اللي بتديني المنظر ده وهي ايضا من ضمن اسباب سيكند جروميروسكيلوروزيس الكرونيك تي ام اي والتي جي تي جي ديت فرينال ترانسي بلانت او فرينال طيب افرد لقينا ان البيزمنت ام برين ده مش واحد باتر نوع يعني جزء منه فيه زي ما يكون ضب الكنتور جزء منه مفيش فيه ضب الكنتور ده جزء اخر فيه شكل تاني جزء رابع فيه شكل رابع اللي عندي ديني المنظر ده وبيكون في الاميون ري اكشن بتاعه او الاميون حد يقدر يقول قبل ما طلعها ولا هي بين عندكم حد يقدر يقول لي مين المرض ده هو بيزمنت الممبرين من سيكين جل بيزمنت الممبرين يا سلام الله ينور تمام مين اللي جاء بس عشان يحضيه خالد ومحمود الشيخ ورانيا البر عليكم كل اللي قال ودول التمام هو دوات اللي بيعمل وده دايما انا بقول عليه كلمة كده ما تتنسيش المرض اللي تلاقي الجلومير الوربين بتاع العيان مشكل كلمة مشكل دي كده بتفكرك بالحلويات لما تروح لرجل بتاع الحلويات سمش دلوقتي زمان يعني ما كانت الدنيا كده حلوة تقول اعمال لي مشكل من اللي عندك دوات كده او تروح لرجل بتاع المكسرات وتقول له هاتلي مجموعة هاتلي مشكل من اللي عندك دوات كده خلاص نيجي بعد كده الاخر واحد لو احنا عملنا عندنا ساكن انجرومير ربز من تيمبرين وعملنا ايميون استين طلعت ما هياش بوزيتب لحاجة واحدة بس زي ما احنا قلنا هنا كده وما هياش نيجي طلع بريب يعني ايه طلع بريب يعني احيانا تطلع بوزيتب في مع الحاجة الفلانية دي واحيانا تطلع بوزيتب مع حاجة تانية دي واحيانا تطلع مع الحاجة الرابعة دي كده اللي بيدينا الشكل دوت كده الله ينور يا سلام ده محمود الشيخ ده ابراهيم ده اللي جاوبه دول زي ما يكونوا يعني شافوا المحاضرة دي قبل كده تمام؟ لما يبقى variable يبقى هو دوت الشكل بتاعته يبقى بص الألغوريزم اللي موجود قدامنا أو الاسكيمة أو سميها بالطريقة اللي تحبها إيه الأسباب اللي بتعمل لنا لو جمعت الحاجات دي مع بعضها يطلعوا 11 سبب تعالي دكتور هشام ودكتور سعيد يبقى سؤال حلوي في الامتحان سؤال في الامتحان الشافوي كده قل لنا أسباب في البيتولوجي وطبع إذا ما بيقولوا كده في الامتحان يعني القضية ممكن عارف يقولك إيه القضية ممكن هتبقى القضية قولي يا ابن الحدواشر دول لا ده مش كده وبس ده هو طبعا أسنع ما بيتكلم يا دكتور هشام هنبتدي نقوله طب دي ليه طب ازاي طب بتباني ايه طب مين ايه يعني بتبقى فتحة أو ما تخليه الموضوع بالموضوع تمام قبل ما نسيب اللقطة دي بقى ونخش على الكويز كده واحدة يقولي يا الله تحضرتك بتشرح لنا تاني ولا دي الكويز لا كويز أصبر علي أصبر علي بس هنت كده وبعدين بعد كده ما تقلقش اللي جاي على طول هروح فرد لك اللي سلايد دي هجبها لك بحجمها الكبير عشان أقولك هو المرض اللي قدامنا دوت سببه ايه بس تصبر علي شوي عشان أدل فيه ده بريزنتيشن بتاع مريض وا 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 بس أنا أعملهم في اللقطة دي قبل ما نسيب السلايد اللي موجودة اللي قدامنا دي نديلك مفاجأة مهمة جدا سؤال برضو بطولوجي تاني ايه الفرق اعتبره كويز ايه الفرق لما نقول second the glomerular basement membrane وسickening of the capillary wall هل اللي اتنين دول synonyms يعني احنا بنقول نفس المعنى ولا دول مختلفين لو جبنا من النومن كليتشر بتاعت الجامعيات بتاعت البطولوجي بتقول لنا ان كلمة thickening للكابلاري wall هي عبارة عن increased width of the glomerular capillary wall كله due to any process سواء كانت فيها جي بي ام thickening ولا لا طب ايه اللي تاني هيكون موجود في الكابلاري wall يخلي الكابلاري wall ده thickened غير الجي بي ام ممكن يكون جي بي ام duplication ممكن يكون sub endocelial widening ممكن يكون capillary immune deposits يعني اتهياء لي حضراتكم هتتفقوا معايا glomerular basement membrane هو دوت عنوان الرفيع من second capillary wall او second capillary wall نقولها بطريقة صريفة تانية umbrella المظلة المظلة اللي تحتها عنوين من ضمن العنوين اللي موجودة تحت المظلة ده اللي هو second glomerular basement membrane يبقى ليس كل كلمة second capillary wall تعني glomerular basement membrane اتهياء لي واضحة قدامنا اهو وبرضو دوت اتهياء لدكتور سعيد ودكتور هشام بقى سؤال حلو قوي في الامتحان الشافوي لم حد يقولينا second glomerular basement membrane ولسه هيفتح على التالت كده عشان يقولينا لأسباب ندو استنى 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 قولينا من الاول الفرق ما بين second capillary wall second glomerular basement membrane يقولك يا دكتور طب ما تخلينا كمل بس اللي كنت اقول بي نقول وقول ما عندناش مشكلة فخلاص فعرفتنا الفرق ما بين القصة دي خلي بال حضراتكم كتير من دكاثرة الباثولوجي وهو بيشرح لنا في اللايت مايكروسكوبي كده بتاعت البيوبسيس بتاعت العينين تبصي زي الحالة بتاعت مبارك يقولك فيه كذا وكذا وكذا and irregular sickening of the capillary wall هي كلمة irregular sickening of the capillary wall دي كده اللي هي اللي موجودة قدامنا اللي هي بتعني انه ممكن يكون في basement membrane thickening ولكن it is not that the diffuse the uniform the continuous اللي احنا بنشوفه في الحالات الكلاسيكية بتاعت ال mn وبتاعت the diabetic nephrobacy وبتاعت the idiobasic nodular grumerous killer roots I hope ان انا كون وصلت اللي عايز اقوله دلوقتي يلا بينا نخش على الكوزي الاولانية هي دي اللي الله يكلمك تور سعيد الله يجور بخطر يبقى السلايد اللي كانت موجودة معنا تحت جماعنا كبرتها لكم هي هتديكم فرصة شوية كده اقعد بص عليها وبعدين هتبص تلاقي الأسئلة هتجري واحد وراء التاني مش هترحق نفسك معنا فنافسك اللي هتاخده دلوقتي بص شوية كده معايا وبعدين الأسئلة هتنزل وراء بعضها mcq وراء بعضه على طول شكل الحقيقة very clear very يعني حلوة قوي 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 المنظر اللي موجود قدامنا ده السلايد كبرناها واخدى الشاشة كلها التهيئة دي سواء كان حد بيبص من كمبيوتر بيبص من موبايل الى اخره فالدنيا واضحة قدامنا بالشكل دوت كده ما تنسوش العلامة اللي هي انا والدكتور هشام بالحباه دايما كده بتواجد أركانة اللي هي موجودة تحت بالمنظر دوت كده بعد تلك كل سلايد كلها بتاعت أركانة على الجروب كله لطيف جدا جدا كريفيو يعني فعلا كريفيو رائع لكل جميع خلاص احنا شفنا الشكل فهي لا ندت لكم الوقت دلوقتي يلا بينا نسأل السؤال الأولين تمام وانا هسيب المودريشن بقى للإجابة والحاجات ازي كده الدكتور هشام اذا يعني شايف دي اه طبعا الفطر يلا بينا السؤال الأولين سيبنا كل ده وروحنا داخلين على موضوع what is the stein here قدامك أربعة وهو ناقلنا إيه المستعملة هنا طبعا من اللون باين كله جاوب بس طبعا كله في واحد بس اللي جاوب ماتوكسون عند يوسين لكن يعني طبعا طبعا كل الناس جاوبوا صحف البي اي اس اللي هي البيريودي اسد شيف لو فاكرين في المحاضرة اللي باتت احنا قلنا البي اي اس بتدي دون الأحمر الأرجواني الداكن اللي باين قوي يا للدنيا واضحة يا للدنيا حمرة قوي 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 زي ما احنا شايفينها بالموضوع أكتر من هماتوكسون عند يوسين طبعا بتبقاش كده بتبقى بيل شوية اللي هماتوكسون عند يوسين يا جماعة بصوا بتبقى عاملة زي ايه شايفين الحكة اللي أنا بقى شاول عليها دي دلوقتي لون الأحمر الداهد ده شوية هو ده الشكل بتاعت الـ لما لما تلاقي الدنيا واضحة جدا قوي كده مش هنختلف كلنا بص البزمن تنبلين بتاعت الرينال تبيول دي أو البلود ريسل ده بص واضحة قوي ازاي بص الدنيا واضحة قوي ازاي الوض الأحمر القوي قوي ده كده تمام لا يبقى دي البي اي اس ويبقى نرجع برضو للكلام اللي احنا قلنا البي اس زيها زي السيلبر من ضمن الحاجات اللي هي بتبين لنا البزمن تنبلين بشكل كويس او جيد لما نقول البزمن تنبلين في البي اس اي بزمن تنبلين او في السيلبر اي بزمن تنبلين اللي هما الجلومير والكابسلر والتيوبلور بزمن تنبلين طيب ناخد السؤال التاني في نفس برضو المنظر اللي موجود قدامنا جايب لك عدة حاجات مكتوبة قدامنا وبيقول لك ممكن يكون اكتر من اختيار واحد هل انت شايف في الشكل بتاعة السلايد اللي موجود قدامنا هل في ميزانجل اكسفانشن هل في بودوسايت فيسمن هل دي نورمال لوكينج جلوميريوس هل دي فيها اندو كابيلري برو وفريشن اندرو بيوليشن اوف زا جلوميريوس نصيحة لنزومة لا محدش يستعجل قوي يعني ادي نفسك كده يعني هنيها كده وبعدين جاوب بعد كده ما تستعجل تمام هل في دابل كنتور للجلوميري الاربز من تمبرين هل في ثيكينج للجلوميري هل دي ايه الحاجات اللي انت شايفها فيه اللي موجودة قدامنا اه طمام بس عشان بس انا اضحين يا دكتور عصام وفي حاجة طبعا بالبديه اه اربعة وخمسة وفي واحد واربعة وفي تلاتة واربعة وفي اربعة وستة بس انا عارف طبعا انه يوم واحد وثلاتة واحد واربعة والحاجات دي كويس بس انا مش برقامهم هتخلينا نقعد نرجع بقى ونقعد نقول ها بس هو عشان هيبقى يكتب يبقى صعب انا اقول لك انا انا مواجد اه يعني في ناس كتير قالوا انا حطاك كده من الاول الاجابات اللي عندنا عندنا واحد واربعة يعني وفي واحد قال وفي واحد قال واحد اللي هي والدابل اه كنتور وكمان معهم ومساود الواحد وخمسة وستة يعني هو واحد تقريبا سابت عند الناس كلها حطين واحد اغلبيتهم يعني وحطين معا حاجة تاني لاربعة لخمسة لستة خلينا نشوف الاجابات اللي انتو اخترت وهناخد الاول بتاعت ميزانج الاجابات كده ونعمل كده عليها كليك واخد بالك ازاي في فعلا ميزانج الاجابات الصورة اهيه وفين الحتة اللي بتقول لنا فيه ميزانج الاجابات متشور لك عليها هنا بسا المنطقة دي زي الحتة اللي موجودة دي طبعا دي ما هنا كمان فيه ميزانج الاجابات ما هنا اهو فيه ميزانج الاجابات يعني لو كان حد اختار نمرة اتنين كنا عيدنا هننفرو بسولوجي من اول وكديد اه مخدم ازاي ده كان على طول هنعيد من اول ونفس القصة لو كان حد اختار النورمل او نيجي بعد كده للقصة بتاعت الدبل كنتور تمام قال فيه دبل كنتور هنا كده موجودة اه فيه دبل كنتور اهو ومشورين عليها بالاسهم اللي موجودة ديت هنا كده اخذ بالك ازاي دي الاماكن اللي هي اللي فيها الدبل كنتور وانا ممكن ازود عليه كده كمان انا شايف حتى ربما تكون اوضح من اللي هو مشور عليها بالمنظر دوت كده زي دي دبل كنتور زي ده اهو دبل كنتور زي ده دبل كنتور دبل كنتور واضح واضح الساعة اربعة والساعة ستة اكتر جميل دبل كنتور طب نيجي بعد كده لحكي هل فيه سيكن انجلومير اربيز من تبيرين اه طبعا واخد بالك ازاي مشور لنا على حتة اهي ادي سيكن هنا ولكن فيه اماكن تانية كتير فيها سيكن اهي دبل كنتور ازاي يعني السايت اللي انا جاب منه والحاجات دي مشور على حاجات مش بطلة بس هناك حاجات ما هو اوضح منها عمي طب ما هو سيكن ده اشد اخد ازاي طب ما دي سيكن اشد ما دي سيكن اشد كان في ده كاثرة في البريفري يعني زي دي زي في المكان ده وكده بيقولينا لان دي بتبقى في القطعية بتاعتهم فممكن يطلع شكله مغاير للحقيقة وما لنعلق امتى على البيزمن تنبرين انه قالك للجوه اللي جوه زي هنا كده دي زي دي زي ده زي ده وعرفنا الحاجة الكنتورال بتاعنا ان انا هروح الانير بايت حاجة رفيعة جدا ازاي فتياني مش هنختلف ان احنا عندنا دول التلات حاجات اللي موجودين في السلايد يبقى اللي موجودة عندنا وعندنا الدبل كنتور تمام يبقى دي اللقطة اللي موجود طيب لما العيان ده اتعمله الالكترون مايكروسكوب لما اتعمله الالكترون مايكروسكوب طلع الشكل اللي موجود قدام حضراتكم ده خلاص وانا رحت منزل لكم برضو عليها الاحتمالات اللي موجودة واكثر من احتمال واحد وارد هل الشكل بتاع الالكترون مايكروسكوب اللي موجود قدامنا احنا شرحنا الموضوع ده بتبطيل قبل كده وعندنا خريط الطريق وعندنا جي بي اس لو حضرتك مسهدت في الجي بي اس وخريطة الطريق ده هتوصل مسهولة للابنورماليتس اللي موجودة فيه الالكترون مايكروسكوب اللي موجود نختار واحد من اربعة او اكتر من واحد او اكتر من واحد هل في عندنا بودوسايت مايكرو فيلا سترانس فورميشن ولا فيه ساب اندوسيليا الديبوزيت ولا فيه عندنا تيوب لوروتيكولر انكلوجين ولا فيه ساب ابسيليا الديبوزيت هنا الاختيارات مش كتير قوي زي اللي فاتت فهنا برضو اذا حب عشان ضيق الوقت يعني اللي يقولها بواحد او اتين او تلاتة او اربعة تمام يعني انت بتتكلم على واحد واتنين يا محمود اه واحد واتنين او معبولك انت بتقول واحد واتنين طب والصاب ابسيليا الديبوزيت طيب فيه ناس بجاوبة واحد واتنين اللي هي وفيه مع ناس اه حتى اتنين ويه تلاتة مع واحد كاتب واحد واربعة بودو سايت مع لأ يعني احنا كده لو هنقول صاب انتو سيليا لو صاب بسيليا اه يبقى عندنا مشكلة فيه اجابات تانية هو بايزة ويه ممكن اللي اتنين يكونوا موجودين في بعض الامراض احنا خدنا طبعا اللي فاتت الجدول بتاع انواع الديبوزيتس وقلت لهم مصيتهم بيه المرة اللي فاتت غلهم الجدول ده يا جماعة ما فيش دكتور نيفرولوجي يسيبوا ما يعرفوش ده الانواع بتاعتي الديبوزيتس المختلفة وهكذا بس احنا طبعا من الكلمة احنا ملزمين بالسلايد اللي موجودة قدامنا بزرع بزرع على السلايد اللي موجودة قدامنا بالشكل يعني اغلبة الناس اتفعت على المايكرو فيلس للبودو سايت تمام الحاجة الاولانية طبعا الواضحة ان ديت يا جماعة صاب اندوسيلة دي مش صاب بيخيل احنا اتفقنا ان احنا الجي بي اس بتاعنا او الخريطة الطريق او سميها زي ما انت عايز بنسمي بناخد الجلوميل الاربزمن تمبرين الاول طيب هسيب اللقطة دي ادي الجي بي اما هو جماعة الجلوميل الاربزمن تمبرين فين الانر سايد وفين الاوتر سايد وده الجلوميل الاربزمن تمبرين الاوتر سايد اللي هو بيكون عندها الفوت بروس بتاعة الفيسرال اللي هي زي دي وزي دي ادي الفوت بروس فينجر رايت بروسيكشن اللي موجودة كده يبقى الناحية اللي جوه دي دي الانر سايد ودية الاندوسيلي السيلس تمام طيب يبقى انا خلاص عرفت دلوقتي الاوتر فين والانر فين دي بوزتس فين اه يبقى دي بوزتس دية ساب اندوسيلي ولا ساب ابسيلي الاندوسيلي لو جينا للناحية التانية اه اقل شوية بس موجود تمام برضو نفس الكلام احنا هنا فين الحتة دي هنا فين اوتر هنا احنا فين ده شكل اندوسيلي السيل يبقى نوع الديبوزتس اللي موجودة عندنا عندنا ساب اندوسيلي هنا فاين شوية وهنا كورس وشكلها واضح جدا ساب اندوسيلي الديبوزتس وهي ادية اللي الراجل مايش أولينا عليها بالمنظر ده وكده ايه ادي ساب اندوسيلي الديبوزتس ودي ساب اندوسيليا الدي بزي طب التغير التاني اللي موجود اللي هي حكاية وجود بودوسايد مايكروبيلاسترانسفورميشن فعلا تبص تلاقي ان البودوسايد دي زي ما يكون انفجرت ولما انفجرت تفتاتت وباقت اللي هي مدية بتاخد شكل المايكروبيلاسترانسفورميشن دوت كده منظر دوت بيبقى لان البودوسايد دي وقعت under stress يقول لك البودوسايد اللي عامل لي المنظر دوت كده تمام هو دوت اللي بيعمل لي فهي في حد ذاتها ما هيش حاجة سبسفك لمرض بعينه تبا موجودة مع مراض كتيرة قوي بس ليه علاقة بالسيفيريتي عصب يعني تديلك سيفيريتي سكور تديك سيفيريتي تقول يعني انا عارف انها مش سبيسيفيك لكن هل ليها راشونال معين في الجودشمنت أو البروغنوزيس لا هي بتعني ان المرض اللي عامل للمنظر ده من ضمن الحاجات اللي هي بتتاخد فيه في الباصولوجي بتاعه انه بيتاخد معنا البودوسايد بتبقى افكتد الى درجة كبيرة في المرض دوت كده هو دوت المقصود بتاعه لكن ملاحش علاقة بالسيفيريتي اه بتاع لا تيبقى اذا فعلا زي ما الغالبية جاوبوا كده احنا عندنا اثنين دلوقتي جماعوا الحاجات الجماعة اللي احنا شفناها في اللايت وشفناها في الإلكتروم ميكروسكوبي عشان نوعس الاميونو بعد شوية ما فيش اميونو مجيلا هجيب لك الاميونو من عناي طيب واخد بقى لك ازاي ده مشكلة وبس ده انا هجيب لك هل أنا ابتدتها بشكل مشكلسيك مفضوع نقول دعيان عنده جامسانة او بريزينت اه في اللي كان احسن في الاول زي حالات الجمعة انا ابتدتها بشكل مختلف كده شوية تمام بالمنظر ده بس برضو عشان الناس اللي غلطوا وقالوا صابق بسيلي قالوا كده انا كنت متوقع ان في حد غيرت فرحت جايب لهم خارطة الطريق مرة اخرى تمام دوت الشكل انظرمل يا جماعة بتاعة الالكتروم ميكروسكوبي عشان ما تنساش عشان ما تتلخبطش الحاجة الاولانية اللي تدور عليها وتمسك فيها هو البلوميريلر باسمينتين برين يبقى الشريط الطويل ده هو ده يبقى هو ده هو ده اول حاجة لما تيجي تقرأ اي بص عليه بالمنظر ده هل هو في مفهوش الى اخره بالمنظر ده طبعا الشكل الموجود قدامنا ده نورمال انا جايبه بس عشان الناس اللي لاخبطه في السايت بتاعة الديبوزل تمام وطبعا الجزء اللي بره هنا اللي بيكون مسك الكابيلرز جلوب مع بعضها اللي هي منطقة الميزانجيال اريال اللي جوه ده الميزانجيال سيل والميزانجيال سيل ده محطوطة في طبق من الميزانجيال ماتريكس اللي هي موجودة بره بالمنظر ده على بعض الحتة دي اسمها ايه ميزانجيال مكونة من ماتريكس اللي هي دي ومكونة من سيل طبعا حضراتكم فاكرين بس انا بفكرك عدد الخلايا بتاعة الميزانجيال سيل في اي ميزانجيال اريا مش من المفروض انه هو يزيد عن لو بقوا تلاتة وانت طالع انت بتتكلم عن حاجة اسمها ميزانجيال بروليفريكس او عندنا ميزانجيال سيل بروليفريكس طيب نرجع للخريطة مراتا اخر اجيب منين الانر اسبيكت اللي هو الاندوسيديال من الاوتر اسبيكت بالفوت بروسيسز الفوت بروسيسز زي ما احنا عارفين بداية موجودة على الاوتر اسبيكت الشكل اللي موجود قدامنا الخلية انا بسميها الخلية الاختبوتية اللي هي الخلية الكبيرة دي اللي هي البودسايد او الفيسر الابيسيلي السيلس لان حجمها كبير واتبصت لقي الرجلين بتاعتها نازلة كده اللي هي الفوت بروسيسز على الجلوميري الاربيز من تنبري يبقى دي الفوت بروسيسز كده يبقى المنطقة دي ات الاوتر يبقى لو لقيت اي بروبلم هنا يبقى دي صاب ابيسيلي تماما من الناحية التانية هيبقى الانر اسبيكت هي الاندوسيلي السيل اللي موجودة قدامنا ودي بتبقى فينستريت زي ما انتم عارفين بيه الشكل دوات كده يبقى اي حاجة برضو تحتها يبقى دي صاب اندوسيلي طب حاجة على المنبرين نفسه يبقى دي طب لقيت دي بوزيتس معبولت في المنطقة دي هنا منطقة الميزانجيال يبقى دي ميزانجيال دي بوزيتس يبقى دي زي خريط الطريق عشان ناخد بالنا منها عودة الى الحالة الله انت جاي دلوقتي وتقول لي دمارين عنده 33 سنة معلش بنغير شوي القصة بتاعة الحالة اللي احنا عرضنا الباثولوجي بتاعتها دي بيقولينا ده واحد عنده 33 سنة معلش وزاوة نون ميديكال ديسيز بي فور كان بريزينت للكلينيك افتر بيين جرد فور هيماتوريا البرزينتيجن بتاعته انه كان بيجيله ريكارنت اتاك اوف غروس هيماتوريا كانت برزيستن في العينات اللي اتخذت منه ما عندوش اي حاجة تاني ولا راش ولا قف الى اخره وي هز نون برزيستن ولا فاميلي هستري وكتني ديسيز ريكارنت هيماتوريا ولا صنجل اتاك ريكارنت ريكارنت لما جينا عملنا فيزيكال اجزامينيشن للبيشان تدية كده طبعا الجدول اللي موجود قدامنا دوت هدية لكل الزمل النواب اللي عندنا تمام براش كلمة الزمل اللي خلسين مؤولدنا مخدبلك ازاي كلمة اكثر حنية يعني مش انا مستخصر لهم يكونوا زمل ولا حاجة خليها اكثر حنية تمام جدول سهل قوي زي ما هو موجود وكتب لنا العنوان اللي موجود هنا في الاول دوت كده باللون مختلف واعملها بفونت مختلفة والفايندينج اللي موجود بالشكل ده تمام وبعدين ده ما جينا اتكلمنا على الكارديو والبالمونري وسكالتيشن يعني جاب لنا شكل سماعة حاجات بسيطة قوي كده تمس تلاقي الدنيا ماشية الهيد والأير والمش حاجات دي كلها عاجات ستاندرد بتكون موجودة بالمنظر ده وكتب عشان ما نضيعش وقت كل الموجود ده طلعت نوربل خلاص عرفنا بتاعة العيان الموجودة قدام دوت التحليل بتاع البول بتاعه تمام تحليل البول بتاعه لو احنا بصينا كده مع بعض هتبص نلاقي ان الريد بلات سنز بتاعته كانت نيوم رس فلما عملوله يورين بروتين على الكرياتينين ريشيو كانت عاملة الف وخمسمائة ميلو جرام بير جرام يعني تقريبا بتعادل في اليوم عمل لنا نص واحد ونص جرام من البروتين نوريا بير مش البمون نوريا بس عشان اني باخدين بلنا يعني جايب لنا كمان اللي عايز يبص فيها يبص اذا كان شايف نهض يفلو حاجة يعني ما نحتاجهش يعني روتين يعني تمام بروتين اذا كان نطلع بلات وان والبلد كان طلع ازاي الثلاثة وعرفنا ازاي الثلاثة البلد دي بسبب الهيماتوريا اللي موجود يعرفنا تحميل البول بتاعه عامل ازاي دوت الشكل بتاعة الالتراساوند بتاعة المريض اللي موجود قدامنا تمام دوت الشكل بتاعة الكيتني رايب كيتني ودوت الشكل بتاعة اللي موجود قدامها قبرا للشكل اللي موجود قدامنا كده بغششكم it is normal في الـ ايكوجينيستي ايكوجينيستي نعرف طيب نخش بقى على البيوكيميكال انبيستيجيش وبرضو انا شايف مش غلط ان احنا يعني ايه ناخد الشكل اللي يسمون اللي هو زي ديل السمكة دوت كده تمام بيحطوا عليه كل الداتا بتاعة العيان بالمنظر ده المفتاح تحت يا جماعة هو المفتاح اللي تحت ده اللي هو الديل الزغير ده يعني المجلوبين 14 البيليت 92 90 اه الاعلامتين الاكس اللي موجود ديت كده اللي هي الحاجات بتاعة والتحليل بتاعنا موجود فوقه والدفرينش المكتوب هنا مجموعة الكيميا اللي هي بتبقى واخد دير السمكة الطويلة شوية تمام مش جايبين رأس السمكة تمام جايبين الحاجات الده بالمنظر دوت كده السوديو مع البوتاسيوم هو الكولورايد على الكاربون باكسايد اللي هي بتعادل البايكارب يعني تمام والبيو الراندم جلوكوز بتاع العيان اللي موجود في السطرة اللي في النص دوت كده كاتب لنا حاجات اللي هي الألبومين ليبر انزايبز أركلين توسفاتيز بيلوروبين كالسيوم عملونه كمان أرتيريا البلد جازس واخد ملك ازاي طلعت الأرقام اللي موجودة قدام حضرتكم انا هسيبها بس كده لمدة يعني نص دقيقة عشان تبص لها واخد الداتا اللي موجودة دي مع كل اللي فات واخد بركة ازاي مع هنا على الرغم الباتولوجي الباتولوجي اللي احنا شفناه هنا من الرينال بروفايل يعني احنا نشوف الاميون في روليسنس تمام هنشوف الاميون في روليسنس بس هو بيسألنا هنا برضو سواء بيقول لنا اتشوز اتشوز سري اوف زاموست هاي ييل تستس بيلو تمام في عندنا تحليلات كتيرة موجودة بالمنظرة ده وكده فبيقول لنا اختار تلاتة من التحليلات الهاي ييل حاجات اللي هي تكون مهمة مع الحالة اللي قدامنا دي كلمة هاي ييل دي ترجمتي لها انها تكون ذاتة بال او ذات اهمية مع العيال ده ده سؤال الانكة هل الانكة فوسفو ليميز ايطر سيبيتور البون مارو بايوبسي كومبيل منت سي سري وفور كرياتين فوسفو كينيز اي ان اي سي سي سكوب يورين زينوفيلز اباطايتس بي و سي سيرولوجي اي من الحاجات دي كده لو حبينا نعمل فيرزر انبستيجيشن بالاضافة لكل الحاجات اللي انت فيه اجابات عايزة تتأكد ان الهيماتوريا دي على اساس ان هما ما يشافوش البنثولوجي اللي احنا عرضناه في الاول تمام اه او بروتين كرياتين ريشو جروس هيماتوريا فعلا بيبقى صعب جدا الاساسم انا مش عارف ده ولا ايه اللي بيخر العين ده منين لكن ما اظنش ان هو الرقم ده حيقعالي ممكن عشان اتأكد الهيماتوريا دي اه سجنيفكان ولا اعمل عشان اخرج من هذا المطاب في لو انت شفت اللي فات يبقى انت بتدور على خلاص الدياجنوزز بتاعك انت هتدور على سبب اغلب الناس كتبة على يعني اغلب الناس مجاوبة على وفي ناس رايحين ناحية كمان لان مش هقولك برضو في الاخر قوي ان هو عايزين يعملوا وفي ناس رايحة على وانت ما جبتلناش لسه ف الملخص الاجابات ما حدش رايح ناحية خالص ما حدش رايح ناحية مش حتتنا حدش رايح سي بي كي هو هو نازلان بس من الدكتور محمود الشيخ يا دكتور الشام لانه كاتب على بيقول بي لأ بس هو حدد بعد كده انا في الاول كنت حزعل بس هو يقصد اللي هو والانكا والفيرول يبقى ما يكتبش ديت عشان عشان ما يزعجناش ما تكتب يا عم زي ما الناس كتب أنا 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 فهمت عشان عشان أنا المربيه محمود فعارف الاجابة خلي خلي بالك يا محمود مش هدفع عنك تاني يا محمود مش هدفع عنك تاني دي لك مرة واحدة حد أرى الجزء الاولاني اللي موجود ده هيخبط على سيد رجل هيقول لك يا محمود يعني الدكتور هشام أنقذك ساعتها ما تكتبش المقدمة اللي انت كاتب ما تكتب على طول A-N-A و الحاجات اللي انت كاتبها مش all of the following the following are required طيب يعني احنا يعني متفقين ان الناس كتير طالبا الانكا وال تمام و ال A-N-A و ناس طالبا الفيرول والحقيقة ال يورن سيد المنت دوت يا جماعة المهم على أساس انه هو هيقول لنا هي ديت جولوميرير ولا نان جولوميرير هيماتوريا اي نعم احنا كلنا بناخد البروتينوريا اللي هي الكتير اللي موجودة دي كعلامة ان ديت تكون جولوميرير هيماتوريا انما اليورن سيد المنت هنا يقصد بيها ان احنا عشان نشوف لما يقول لين يمرس رب لاتسيلز كده عايز اكون متأكد طبعا محدش يقول لي ايه دلوقتي ما احنا شوفنا نتيجة البايورسي لأ معشان كده بقولك السيناريو مختلف انا مغير الترتيب بتاعت الحاجات عشان يبقى شكلها مختلف طيب هنشوف ايه الحاجات اللي هي بعضكم طلب دوت الشكل بتاعت لو حضرتك شفت شكل دوت كده اللي موجود دابك ده أنا مش شايف اي حاجة انا مش شايف الصور قوي بس مش قادر اجيب دسمورفيonna عليها علامة مميزة اوي 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 انها تكون جولوميرير هيماتوريا فانا السؤال اللي انا بطرحه ايه العلامة اللي موجودة على الشكل بتاعة الريات بلاتسيلز اللي موجودة دي اللي هي تمشي مع انها جولوميرير هيماتوريا في حاجة باينا قوي على الشكل اللي موجود تقول لنا انها جولوميرير دكتور سامح جوابها فين ديت يا جماعة شايفين البقليل اللي هي طالعة من الريد ديت كده عارف زي عارف لما تكون جبت البلونة بعد ما تفرق وبعدين تنفخها كده عشان تعمل بيها البلونة كده صغيرة هي ديت اسمها الأكانثوسايت اللي هي لو موجودة على شكل اتنين مع بعض بتدينا الشكل اللي هو بتاع الودان بتاعت ميكي ماوس بيسموها ميكي ماوس like appearance فاللي موجود ده هي دي الأكانثوسايت اللي الدكتور سامح قال عليها اللي بتقولنا ان ديت دي سمورفك هيماتوريا بتاعت الجروميري والهيماتوريا وانه هما في الصيز والشيات بتاعتها يبقى اتأكدنا من السلمنت دي بيديها تقييم excellent choice للاختار الكامل من دي اساسية جدا معانا السي فور طلع عشرين والسي سري طلع اربعين وكتب لك النورمال وكتب لك النورمال ما بين قصين اهو سي سري كونسيوم طيب نشوف حاجة تانية عمل لك الان ايه ودلك التحليل التاتر اللي موجود قدامنا اهو يبقى اذا اتهيالي مجموعة التحليل اللي احنا عملناه واحنا شفنا من الاول الشكل بتاعت الباثولوجي سلاي وشفنا البرزنتيشن بتاعت العيان اتهيالي نبتدي دلوقتي نقرب من التشخيص بس التشخيص هيستدعي ان احنا الاميون ميكروسكوبي عملو لك اللي كان عايز الفيروسات الهيباطايتس بيو سي اللي اتنين طلعوا نيجاتي تمام بيقول لك we are almost here take a look على الاميونو فلوريسن ستين بلو تمام اه دي واحدة من الصور بتاعت الاميونو فلوريسن ودية واحدة تانية دية الصور بتاعت العيان اللي موجودة عندنا بالشكل دا وكده احنا كده خلصنا الحالة انا طبعا ايه خدتها بتغييرات وترتيبات كده مختلفة مش هتلاقي حد بيعمل القصرة دية كده كتير بس انا بعملها عشان عايز اوصل بشكل او اخر لتوصيل ميسج معينة رسالة معينة وفي الاخر الحالة بقت موجودة قدامنا بالمنظر دا السؤال المطروح قدام حضراتكم دلوقتي وجاوبوا على التشات تشخيص حضرتك ايه بعد كل اللي احنا قلنا دا عايزين عايزين ما ما تبخلش علي ما تبخلش وتقول لي سيس ري واخدبارك ازاي سيس ري دا كده اللي معبولة او سيس ري جولوميري يولوباسي حرف ج بس ممكن تساوي دنس دي بوس دي سيس ممكن تكون سيس ري جولوميري ونفرايتس هو كله كاتب سيس ري جي ان لا مش كله كاتب كده في ناس كاتبين سيس ري بس وخلاص وسكتين عشان ايه عشان لما تقوله يقولك مانا اصدر ايه مانا اغلب في في ناس كتير كاتب جي انو في ناس كاتب سيس ري لا اللي كاتب اي جي اي دوت انا زعلان منه جدا اي جي اي بس ايه ده انا انا ما وردلكش صورة فيها اي جي اي بوزت ده الحاجة اللي طلع بوزت معانا اللي هي السي سري طبعا هي اللي منور اوي وال اي جي جي طلع مضلمة بس هنا السي سري يعني اكتر من مسلا اي جي اه عشان لو لقيت الاي جي جي والسي سري الاتنين مع بعض مش حاضر اقول ده سي سري لو السي سري طلع في الماجنيتيوت زي استاذنا الدكتور صابري مرح نحن ما كان بيقول لنا في حالة يعني اكتر من الدرجة بتاعة الاي جي جي او الامينو الاخر هو اللي يكسب تمام طبعا لو خدنا الحاجات اللي فاتت دية كلها مع بعضها جماعة وجمعناها دلوقتي المريض دوت عنده سي سري جلوميرون فريتس خلاص خلصنا الحالة اللي موجودة عندنا دلوقتي تمام السؤال اللي هيتطرح لحضرتك المريض دوت بعد ما انت عرفت انه عنده سي سري جلوميرون فريتس السؤال المطروح تمام واحدة يقولي يا الله هو ده نيفرو قبل ما تعالج ايه الخطوة المهمة اللي حضرتك تعملها للمريض ده قبل ما تبتدي تفكر في العلاج ثم العلاج هيكون ايه هو ده سؤال ايه الخطوة المهمة اللي انت تعملها وبعدين هتعالج ازاي طبعا اللي كاتب دين سي ملوش حق تمام لان احنا ما شوفناش في الالكتروم مايكروسكوب دين سي دين سي يبدأ اوسوس الشاب فالصح ان احنا نقول مش دين سي ما تعتبر اجابة دقيقة نعم نتكلم على في حد بقال لا مش اكسكولود الانفكشن يبقى اذا انا ها احيرك الى حد بيقول السي سرين فريتك فاكتور تمام بس السي سرين فريتك فاكتور قبل ما نكون عملنا البيوبسي والالكترون والحاجات دي خلاص احنا عملنا دي فدي تغنيني عنهم في حد قال ان احنا نعمل الكوم في حد تاني قال نحبش الاجابات العامة احنا بنحب الاجابات ايوة كده اخيرا حد قال نعمل سيروم بروتين وفي حد تاني قال الدكتورة بسمة اكسكولود بارا بروتين مونوكرونا طبعا طبعا سن العيان 33 سنة انا معاك وعندو حاجات كلها نورمال سي بي سي كل الكلام دوت بس انا ها احيد حضراتكم الى اخر جايدلاينز بتاعة الكي ديجو جايدلاينز بتقول لنا ايه هفكركم بس التأسيم الحديثة اللي بقت موجودة دلوقتي الام بي جي ان لما بنشوفها فيه خطوة اللي احنا بنقسم بيها ودي ما بقتش جديدة دلوقتي ده فات عليها 15 سنة زي الحالة بتاعة تنبارح ودي مكملة للحالة بتاعة تنبارح تنبارح كان IC اللي هي امين كومبليكس MBJN بالمنظر ده ونقسمهم الى بولي كلونال ولا منو كلونال او السيسري جلوميريولوباسي والسيسري جلوميريولوباسي ثلاثة دينسي ديبوزي لو لقينا انتراميمبراز ديبوزي او سيسري جلوميرون لو لقيت فيه ساب اندوسيليا مع ساب اندوسيليا او نوع الثالث اللي هو اسمه الكمبيلمنت فاكتور H related بروتين type 5 جلوميريولوباسي برضو دوت نوع من الانواع اللي هي كل شوية الترم بتاعة السيسري جلوميريولوباسي ده بيقعد يزيد في الاول كان له اثنين بس وبعدين بعد كده زودوا الترم ده وبعدين زودوا حاجة في مجموعة تانية اللي هم بيسموهم أو يعني الناس اللي هم في عائلات في قبرص كده بيكون عندهم فاميليا طيب من السيسري جلوميريولوباسي وهكذا يبقى ازن اللي احنا موجودين معانا احنا فين دلوقتي احنا هنا احنا في النص ده سيسري جلوميريوليفريتس عشان لقينا عندنا موجودة فيه بالشكل ده طيب كي ديجو جايدلاينز بتقول لنا الحالات اللي بتلاقي فيه جلوميريولار سيسري ديبوزيش ان اكيس اف ادلت سيسري جلوميريولوباسي اللي انا ادلت اهو بيقول لنا we have to evaluate for the presence of a مونو كلون البروتين ان بيشان تغو بريزنت for the first time with a سيسري جي دياجنوز ويكون سنه يساوي اوكتر 50 سنة وده 50 سنة دلوقتي ما بيتش valid واحد هيقول طب ما ما كتبتش ديت عشان سن العين كان 33 تمام هي بتبقى موجودة اهو هم بيقولوا اه نعمل فوق الخمسين بس اكيد لازم هنعمل برضو لهذا المريب خلي بالك التشخيص اللي احنا قلناه ده اللي هو سيسري جي او سيسري اسمو بارابروتينيمية تمام هجيبو لما عمل للعيان القصة دي كده بيكمل بتوع الكيديو جاي بيقولنا recently الاسsociation between the production of a monoclonal protein in older adults and the development of C3 has been described بص بقى الارقام اللي اتخوى في اللي جاة دي in patients over the age of 50 with C3G تمام البيبنس of monoclonal gamobacy ranges من 30 الى 83 في المية تمام versus approximately 3% in is matching controls اللي هما مع دوم C3G بالمنظر ده وكده وبالتالي من الاهمية بمكان ان احنا تؤكسي كلود بالاساس موضوع المونو كلون الجامباسي بالمنظر ده وكده حاجة توضيحية بس عصام عشان الناس اللي بتقرأ لما تيجي تقرأ الريفرنس كده اقول لك اقول الله ده من 30 ل 80 ايه عام الجابة الكبيرة دي ايه وهو بيعتمد على هيلقي عمل 30 و عمل 50 و عمل 80 فهو هنا لازم هيحط الريفرنس اللي قال 31 وحيقول الريفرنس اللي هي above لغاية ما يوصل لغاية الثلاثة والثمانين ده مش معناه انها ممكن تعمل ولا ما تعملش لا مش معنى كده ان المونو كرون الجاموسي الافكت بتاعها على C3 Gn بيبقى من 30 لـ 80 لا ده من 30 لـ 80 according للإستاد الزي اللي اتعاملوا لا وهذا الكلام تمام تمام وطبعا ما ننساش دايما يا جماعة في C3 G لو شخصناها تمام ان احنا نفكر قوي ان احنا نعمل الورك بتاع المونو كلون الجاموسي اللي هو اللي احنا بنعمله الحقيقة يورين بروتين إلكترو فوريسيز اذا قدرت تعمل الاتنين يعني السيرم واليورين يبقى كويس ينما المور سنسي بروتين إلكترو فوريسيز وتعمل الاميون وفيكسيش الحقيقة الترادشنال الترادشنال ان احنا نعمل التلاتة بس التالتة منهم زي ما انتم عارضين غالية ومش موجودة ثماكن كتيرة وبتتأخر علينا في الوقت الطويل فاليحنا بنعمله دايما اليورين بروتين إلكترو وفيكسيش طيب السؤال الاخير لحضرتكم نعالج المريض دوت ازاي كان فيه بعض زملاء كتبوا في السلايد اللي فاتت ننديله استيرويد ونديله MF هو البرابروتيز طالعت نيجة كيف ولا بوسط بالأول فرضنا ان هي طالعة نيجة اه يعني طالما خليه بقى تلاتة وثلاثين سنة ما عندوش نفروتي كرينج بروتيونوريا هي بنت مش راجل بصوا عفوا دكتور الشامنان بقطعك بس عشان بص يعني وجهات النظر مختلفة جدا ازاي في حد من الزملاء اختار ان هو وكاتب مش عارف عشان ايه بس وكاتب وعلى النقيد كتب له اللي هو من الاخر يعني واحد ما فتحش الباب دكتور سامح وبعدين الدكتور ابراهيم بعد جدا جاب لك من الاخر خش طيب اول اول بس عشان انو وضح في الحالات الازادي عشان كده عام نقول هي في ميال نوت هايبرتنسيف نون نفروت كرينش بروتينوريا نورمال رينال فانكشن ونيجاتيب فور طبعا مونو كرونال جامو بس تمام تمام طيب خلينا نشوف الجايدلاين بتقول ايه وبعدين نرجع نجو السؤال ده وقت مربطة اخرى زي ما عملنا بتاعت مبارح كده بعد السيسري جي على فرد جدلي ان الشخص ده عملنا له تست فور مونو كرون وطلع النجاتيب بس بيقول لنا ايه in the absence of monoclonal gammobacy C3G in patients who is moderate to severe disease should be treated initially with mmf bluscul to castrate and if this fails consider eclosumab تمام السطر اللي تحت هي والبراجراف اللي تحت هي مكرر نفس الكلام ده وقت مرة تانية دي شتلا غلطة من عندهم تمام نيجي للحتة اللي تحت بيقول لنا ايه in the absence of clear evidence we consider ده نبيقول كده الكيديجو we consider using eclosumab in patient with progressive disease or fail to respond to other serums طيب سوالي لحضراتكم بعد ما شوفنا الguide line اهو بتاع الكيديجو guideline تمام جاوب لي مرة اخرى من فضلك بعد ما شوفنا الguide line اللي قدامنا اعتبر ان محدش جاوب وجاوب لي تاني من فضلك ده اخر سؤال في الحالة اللي قدامنا بعد ما شوفت الguide line اللي موجود قدامنا مع الكيديجو اللي احنا قلناه في الاول اللي قلناه كله مع كل التفصيلات اللي احنا قلناه والعيان والعيان طلع نيجاتيب فورمونو نوكلون الجامو بسيء خلي بالك هو بيتكلم على سيفيريتي أوزا ديزيز ده مش معناه سيفيريتي لي الباثولوجي ايه أوزا ديزيز عمتا ريفليكتين ايه على العيان في واحد بيشرح لنا بيقول هو نوت سيفير انا بقولك العلاج ايه ما بقولكش تشرح ده ده مسعود خيري خيري ابننا برضو لازم ادافع عليه مصدر من الفروج طب يعني عمل له يا اخو دي جابته عشان هو آآ النهاردة النهاردة ليلة الجمعة وليلة السبت فأنا عنا عديل طيب تمام وسيفير نايصة انا رأيي الشخصي على فكرة الحتة دي نختلف فيها كلنا مع بعض مفيش فيها حاجة بس انا الحقيقة بضم رأيي الى رأي الدكتور سامح اللي قالها في الاول خالص ان العيان دوت يمشي بشكل كونسيرواتيب والإيس انهيبتور عنده حق طبعا راس بلوكيت بصفة عامة سواء إيس انهيبتور او أرب عشان العيان دوت عنده بروتينوريا واحد ونص جرام العيان دوت ما عندوش evidence of severe disease هل ينفع اقول العيان عنده moderate أو severe disease ويكون الكرياتينين بتاعه طالع نوربا بالضبط بالضبط عشان فالعيان unlikely for progression unlikely for progression فوديت أهمية ايه يا جماعة اللي أنا عملته زي الحالة بتاعة تنبرح بالضبط احنا جبنا الكيديجو بتقول لنا ايه وبعدين احنا شفنا العيان بقى تعال فصصلي اللي عند العيان دوت وقول لي نعمل معاه ايه فرحية اللي يكسب في العلاج هنا الدكتور سامح اللي هو قال المريض ده يمشي conservative ويمشي على anti-proteinoric serabi بالمنظر ده والكناة وبعدين هو هيكمل معنا يا عيان دوت هنكمل معاه ونشوفه لو بقى الـ SGLT السامح مش يعني off-label يعني يعني مش يعني مش معرفة اه بص عدد الحالات كلها يا سامح اللي هي بتاعت السي سري جروميرو نفرايز عدد قليل قوي ما تجربش فيها الـ SGLT والحاجات دي نظرية ينفع نظرية ينفع نظرية فاللي احنا نعمله انه هو ندي راس بلوكيد او anti-proteinoric serabi بصفة عامة بالمنظر ده وخلاص احنا عرفنا التشخيص بتاعت العيان هتابعه افرد العيان دوت بعد فترة من الوقت جالنا ووصينا لقينا الكرياتين انه الذي هو كان نورمال بقى عمال بيزين افرد despite ان انا بديله كل conservative anti-proteinoric serabiotic approach اللي احنا عرفينه ده لقيت البروتينوريا بعد ما كانت non-nephrotic بقيت nephotic range broteinoria ساعتها اقول اه للعيان ده اتنقل بقى وابتدينا نخش على مرحلة وابتدي ساعتها افتكر الاستيرويد يعني 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 وده اللي احنا عايزين نوصل له هو مع هو على حدد الخطة العلاجية مش البروتورجي الواحده ومش الكلينيكا الواحده بالضبط وعشان كده انا اتعملت في الحال اللي هي تلطوريش ده ان انا اجيب حتى واخطها عشان احنا مع بعض كده احنا بنقراها مع بعض ونشوف انا هاخطار منها ايه ما تلغيش عقلك ولا تغمي عينيك ولا حاجة انا من الناس اللي بيرسبكت اوي الڤايدلاين تمام انما ببص الڤايدلاين ده وبص العيان بتاعي واشوف الڤايدلاين بتقول لي اتلو اكلوزو مش هاجبهوله هاجبوله منين العيان بتاعنا اللي عندنا في مصر او العيانين اللي انا بشوفهم واخد بالك ازاي ما 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 سمعوش ولا يعرفوا عن تكلفة الڤايدلاين يعني ممكن يعني مونة بتسأل طبعا دي اعنا في الحالات اللي زي دي بيحتاج الدكتور قلبه خفيف ودكتور قلبه جامد انا عارف ان تسعين في المية من الدكاترا قلبهم خفيف وحيبتدوا على طول استيرويد وانما ما بعد التطارج انا متأكد وفيه عشرة في المية حيحطه آآ شوية وحيقول العيان تعالى كل شهرين او كل تلاتة او كل شهر وطبع يعني المونيتورين بتاعك اللي حيبتدي مع استيرويد يعني احتمالية ان هو يكون صح وارد واللي حيبتدي او حقول وحتابع العيان وعلى اي وعلى اخر برضو وارد ولا متفق معايا دكتور سعيد خميس ودكتور سامنوردين ولا متفق لي انا في الحالة دية همشي مش هتديله دلوقتي استيرويد ولا اه انا هتديله كل انفول انتبروتينوريك سيرابي وكلوز فولو اوب تتاخد معنا وبعدين هعمل له كلوز فولو اوب بالمنظر ده الفكرة يا جماعة عايزين احنا مع بعض كده نتحرر من الموضوع يعني ما تنتظرش مني ولا من الدكتور هشام ولا من الدكتور سعيد ولا حد ان انا اقول لك ايه نشوفه كل اسبوعين كل شهرين كل سنتين لا خديك سنسبل تمام ما عنديش انا اجابة نهائية ولا الدكتور لا ديش حاجة مكتوبة يعني لا لا كل حاجة بس انا هقول لك سؤال بقى يخير شوية انا انا لو بدي سألني وعايز تاخد مني رقم كده هقول لك هشوفه من شهرين الى ثلاث بزبط كلام بتاعك ده كلام نهائي يعني ده مش لا 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 يا واحد احب يشوفه اقل من كده شوية انما اللي يقول له اشوفك الاسبوع الجاي ده هروح مع الاس اسبوع جاي ايه طيح اصعب لكم الامور شوية دي في مين اللي يجي بعد ثلاث اسابيع ويقول له بص بقى احنا محتاجين نعيد رينا البيوبسي هروح مع المحافظة اخبرك ازاي عارف هشوفه هشوفه المنطق شوية الفضل دكتور سعيد هشوفه هتعمل ولا لا لو حبت تعمل بالزبط يا سلام يا سعيد يا سلام يا سعيد يعني هي بنت وعندها تلاتة وتلاتين سنة ولسه عروسة هشوفه انا قلتلك قلتلك بس انت مهدتش بالك قلتلك ده مين يا عمي ده مين 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 يا شايد مين يا فندم متأكد طب لو في مين لو في مين اصدق طب طب عشان بس قوت لا انا انا فكر انه كان مين او مين انا مش فاهم ايوة يا سيد اهي معنا اهي مش مين ده هو ده هو ده هو ده هو مين الحمد لله ظهر الحق طيب اعتبرها في مين ايشام انت عارف العارف كانت فيه حتة هنا كده انا اطعطاها من الحالة عشان ما عزمش الناس بيها اختي بالك ازاي عارف الحتة اللي انا اطعطاها دول كده كاتب ان هو وكاتب لنا اسم الدج كده ما بين قصين فانا جدع كده عشان الناس ما تتعزمش مهم طب لو كانت في مين بأعصاب يقولك يعني هو عايش هو امراته والكلب اختي بالك ازاي طيب احنا نحط السيناريو لو دي في مين و تلاتة و تلاتين سنة و بتاعها يسمح لها ومعندهاش ولاد وبتقولك انا لازم احمل مش هتكلم على واحدة عندها اربع او خمس ولاد ولسه عروسة جيدة و تلاتة و تلاتين سنة وعايزة تلحق تحملي تعمل ايه هتقول لها ايه تبايل لها روح احملي لا روح احملي ومتقلقيش طب انا حديكي ادوية بس خلي بالك الادوية دي مش هنبطلها قبل سنة فانتي مسموح لك انك انت تحملي بعد السنة ايه بس سياد لا الادوية هي هتخدها سواء في الكونسيرفاتيب زي راس بلوكيد او حتى لو اخترنا الناس اللي هم اختروا يعالبوا الام ام اف ماينفعوش يتاخدو لو واحدة تكون مش هينفعو عشان كده بقولك عشان كده بقولك لو هي في ميل وعايزة تحمل نمرة واحد في السؤال انا 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 هقول لها لا ايوز اميسود اوف كونتراسيبشن وبليز ويت فور اوائل انتل ويسي البروجريس بتاعت الديسيز بايش منجل الادوية يا دكتور انت مكنت تبتليش ده يا دكتور ليه تكتبتلها ايه تنهيبتل ايوة ايوة دكتور فين علاج الكلة يا دكتور هتقولك كده لا لا ده موضوع تاني حكاة بريجنانت ده موضوع تاني علاج الكلة علاج الكلة اخدبالك ازاي بقولها علاج الكلة الحلل بتاعت حضرتك دي علاجها هو العلاج التحفظ انا اقول للناس كده بالعربي تمام تمام تقولك علجني عشان عايز احمل علجني عشان عايز احمل يعني انت عايزني يعني عايزني يا دكتور هشام اعمل زي باية الدكاترة بدل ما يعود يعزب نفسه ويضيع الاحبال الصوتية بتاعته يروح كاتب للعيانين يقوله بتبلي علاجي يروح كاتب له كيتوسترين لا طبعا 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 ده مش ده مش ده تارجيت انا بمثل هنا الاثر سايت من البيشنت يعني مانا برد عليك عندها مشكلة عملتها عندها هيماتوريا وخلي بالك الهيماتوريا لما تكون جروس هيماتوريا انا برد عليك يا شام بالزبط زي ما يكون عاديين مع العيانين ما يقولك انا دلوقتي استاني بس اكمل العصام بس السيناريو ده الاول اكمل السيناريو ده الاول تمام وعندها جروس هيماتوريا ودي حاجة مرعبة بالنسبة للعيان انها تشوف دم منازل في البول جروس هيماتوريا وعايزة تخف من اللي عندها عشان تعرف تعمل تمام وانت بتحاول تقنعها ان انا هاديكي شوية ادوية عارفين انها صحة وهتقولك السؤال طيب بعد كم شهر احمل يا دكتور انت هتديني عليك طب هنقول لها هنشوف مع المتابعة واحد تاني هقول لك لا العيانة زي دي ما تحملش خالص وده كومن اه اه يعني مش حاول ان هو صح ان هو بيسد للعيانة سكة ما تحمليش وغالبا ان الست دي بتتطلع بعد كده ده ده اللي بيحصل وفي وقت يقول لها لأ طبعا انا هاديك الام الماف وهاديك الستيرويد ومش هتحملي غير ما نوقف الادوية دي على القال ستة شهور قبل ما يبقى فيه السيناريوهات دي موجودة او موجودة تمام السينتيفيك اللي بيقول في الجايدلاينز كاكون زي رفو بتاع ان ريال لايف ممكن قراراتك تختلف ان ريال لايف على حسب ايه العيانة ده رأيينا الشخص فاطر تورا صاب تمام انا الحقيقة اجابة السؤال بالنسبة لي البريجنانت دي كده اقول لها I don't advise you to be pregnant now لان العلاج بتاعك في المرحلة اللي فيها دي بالconservative approach لابد ان احنا ندي الخضراتك رأس بلوكيد عشان نعمل never protection طيب يعني when I am going to be pregnant اقول لها ما اقدرش اقولك اجابة مباشرة انت انما بنسبة كبيرة I advise against you to be pregnant لان الادوية اللي احنا هنستعملها معاك كرأس بلوكيد اللي عشان تحمي الكلية بتاعتك عشان ديها anti-broteinoric effect دي ممنوع انها تتاخد مع واحدة حامل if happened يعني هقول لها الموضوع بصراحة ولكن بالطريقة بتاعتي بالطريقة بتاعتي مش بتاعتي انه هو اخليها تمشي معادي اللي هيحصل ان العيانة هتمشي على الادوية ما تصبر ما تصبر عليها شوي صغر اصبتك وقولت كل حاجة وسكذا وخلينا كالك عشان توصل المسج للناس واخده بالك ازاي انا هقول لها اجابتي المباشرة تمام don't conceive for the time being and for the near future واستعملي method of contraception بالمنظر دوة كده واقول لها حيسياتي بس اقولها لها بطريقة ما خليهاش انها تتدايق وما كنش ان انا بقفل قدامها كل الابواب المفتوحة نفس الاجابة ده انا ممكن اقولها الواحد اسد الدنيا قدام وشه ممكن اقول له نفس الاجابة بس بطريقة بلاتابل بالمنظر ده حيس اخليه بقى ماشي من عندي وهو مبسوط ومش مدايق وبعدين بروح معرج بقى بالكلام كده بروح سايبني النطبة كده شوية بروح معرج كده على شوية حاجات اجتماعية كده في الحياة وشوية حاجات دينية كده في الحياة لمصلحة المريض واخد بالك ازاي اروح عيدها شوية حاجات في الحياة من واقع الحياة اللي احنا عايشينها ودها شوية حاجات كده من الدين واخد بالك ازاي الاية القرآنية ولا مولود لها يعني حاجات كتير نوع خلدينا كمل خلدينا كمل فضلي كلمتين وهسكت مش هناخد حالات تاني تمام بس هي القلصة ديت عشان أخلصها في المقطة دي دي نقطة مهمة واخد بالك ازاي بالشكل دوت كده وبعدين هروح مواجه حديثي إلى الغضانفر اللي قاعد معاه جزها يعني واخد بالك ازاي وبقوله اخد بالك ازاي ايه وعا اخد بالك ازاي تفكر في اي فكرة تاني اخد بالك ازاي قدر ان الموجودة عندها دوت كان ممكن يكون حاصل لك الدنيا عن الكلام عام لازم اقول الكلام ده نحن نعدي النقطة دي لان في ادي بيت كتير طبعا والابروكش مختلف والسيناريو كرين لك السيناريو اللي انت بتقوله ده بيتطبخ وبعد شهر او اتنين بتجي لك العين الحامل بتقول لك الحامل طيب نبص على الحالة اللي بعدين يلا بينا هناخد حالة كمان وبعدين لو كان الوقت هناخدها بقى فورمال من الاول كده بيقولينا عندنا مريد عنده تسعة تسعة وتلاتين سنة ميلة هو جدعان ميل بيعمل تحليل لقى التحليلات ابنورمال دي هنشوف اللي طالع فيها ابنورم خلاص كده و لا نوزisis و لا نوزيا و لا بمتنس و بايت السيمتمز كلاها نيجاتي He has not had any weight loss or recent trouble. He lives with his partner in New York City. أخذ بالك إزاي? He works as a nurse. He بدوت male nurse. He doesn't use prescription or over-the-counter medication. He has no known history of kidney disease. والفاميلي هيستوري بتاعته is remarkable for diabetes mellitus in several family members. And his father recently initiated heimodialysis. At age of what? الفاضة الخمسة يعني ستتينات كان. يعني متوقع يعني يبقى في الستين ستتينات يعني. مثلا أخذ بالك إزاي? دي الداتا بتاعت العيان اللي قدامنا نخلي السلايد دي دوب لمدة عدة سوائن. يعني بس معنا ميل نيرس تسعة وثلاثين سنة. ديوباتيك على أورال ميديكيشن بقاله سنتين. كان جهة طوارئ عشان معاه أبنورمال. بإيه الأبنورمال؟ لا بها تعرفها دلوقتي. الريسنت ميديكال هيستوري. ريسنت ديت يعني من قد ما نعرف شوه ما قال لناشي. دي حالة ابتحان دي كويس. اعتبرها زي ما تعتبرها. كان عنده شينجلز اللي هي الهير بالزوستر. وتعالجت بالفال جانسيكلوبيد. ما عندهش أي سمتومز موجودة أخرى. تمام؟ واتفقنا أنه ما عندهش فاميلي هستوري. عنده فاميلي هستوري. وهو ما عندهش واصل هستوري. يابي الله نشوف ايه التحليل اللي جاءنا به. الفيسجل ايجزامينيشن بتاعته اللي هي كانت موجودة معاه. زيه زي العيان اللي قابليه برضو. كل شيء طالع نورمال. تمام؟ الفيسجل داتا بتاعته الابيرانس بتاعه تمام؟ اجزامينيشن كله زي ما احنا شايفين اهو يا جماعة. تقريبا كله نورمال موجود. مفيش على الايديما ولا رايش ولا 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 الى اخره بالمنظر تاوات كده. طيب ما تقول لي ايه الابنوربال اللي خلاه جالنا بالتحليل. تمام؟ تحب اقول لكم اللي هتعرفوها لوحدكم انا جبت لكم المفتاح مرة تانية اهو. دي مجموعة الكواجيوليشن بروفايل اهي تمام؟ دي مجموعة السي بي سي اهي دي مجموعة الكيميستري اهي تمام؟ ايه الجولوكوز العيان ده ضايبتك طايب تور راندن بتاعه وعمل لنا مئية سبعة وتمانين. قضله ايه ده? ده الكرياتينين اتنين واربعة من عشوه. غششتكم اهو. تمام؟ فيبقى جيلنا باتنين واربعة من عشوه. وهي تري بوينت او. والالبومين ده. تري بوينت او. طيب واخد بالك ازاي؟ على الهاي نورمل يا دكتور عصاب. تمام. دكتور كمان مش كوريكتد. كالسم مش عارف كوريكتد ولا بس هو على الهاي نورمل كده. طبع ده هاير يعني عشرة ونص عالي شوية. اه 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 اه. وعلى الالبومين لو انت عملت هيطلع اعلى. هيطلع اعلى. اه طبعا ان الهايبر كالسيمية هنا. اي نعم مش ماليك لانتهايبر كالسيمية مش طلعتاشر وانت طالع. لكن مش اه دي اب نورمل فائد انت لايه في عيان زي ده? اي. الماليزم وان بوينت سبين اه اللو نورمل لانه وان بوينت ايت اه الليفل بتاعه. ديت بتاعته? طالع اتنين وتمانية من عشرة دوت نورمل. تمام. مش مستقربين من حاجة. انا اول مرة اشوفها دلوقتي انا منزلها الحالة ديت كده عشان نخش على البسولوجي بس خدت بالي من حاجة دلوقتي. الكلانسوساتيز ايه بيدي عالكافة اسفاتيز ده ولا ايه? اه الكلانسوساتيز طالع عالي شوية ميتين وتلاتين. لا حاجة تانية. بس ادي فرصة عايدين ندي فرصة اللي الزومة اللي 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 معنا عشان اختبار في قوة الملاحظة. السوديو ميتين وتلاتين. اه بس يعني. ليس ليس ليس. سكر من سنتين او من سنتين بس. لا حاجة تانية حاجة في قوة الملاحظة. سي او تو عالي يا عصان سي او تو عالي. انا رغم انها فينس بس السي او تو عالي برده تمانية واربين. انا قلت لك ما تجاوبش انت. عايزين نستنى شوية. حاجة تانية في قوة الملاحظة. يعني فينس بلات جاز والبي او تو تسعة وتسعين بي سي او تو تمانية طب اعمل لك ازا كنت انا بقول لك ما تخليك انت. هي دي. هل فينس بلات جازة سيكون البيوتو بتاعته تسعة وتسعين. ما انا بقول لك يعني اه. لا لا لا. اه. فهي دي يديد حاجات خلي بالك منها وانت بتبص كده في قوة الملاحظة. ايه ازا كان عطينه على نيزة المسك بقى. عشان نتعلم حاجات خلي بالك منها. في بعض الناس لما بينقل حاجة من جرلال او من من كتاب او من سايت او حاجات زي كده. بيكون متصور ان اخواننا اللي برا ما بيغلطوش. او ما بينسوش. او كده. لا يعني. كل الناس عرضة للخطأ يعني. فهي حكاية فينس بلات جازة سو تسعين دي. سيبك من الحاجات الصغيرة عايزين نخش في الجزء المكين. يبقى الحاجات اللي احنا عرفنا ال data وعرفنا الحاجات ال abnormal اللي خليته جيه المستشفى واحدة يقول ايه. طب هو ايه بقى ال abnormal. انت حر. انا قلت لك كل الحاجات اللي موجودة قدامنا هي اليك وفكر زي ما انت عايز. طيب. دوت التحليل بتاع اليورين بتاعه. اوكي. مديني بروتين بلاس وان ومديني جلوكوز بلاس تلاتة. مفكرك مرة زانيا انه هو طيب تو ديابيتس. تمام? الويت دوت سيلز بتاعته عاملة من 11 ل 25 ما عندناش هيماتوريا. البروتين على الكريات ريشيو عمل لنا تلتمية وتمانين. والالبومين كريات عمل لنا سبعة وعشرين. يبقى على اسم الفرع كبير اوي ما بين الالبوم كرياتين والبروتين كرياتين. ده كده اكتر من تين تاينز. ده فبتين تاينز. فبتين تاينز. اه كتير فعل. مش كده ولا ايه. طبعا طبعا. بس هما على بعضهم اللي موجودين دول كده. تمام? يعني ايه ما هياش ارقام تاوي فيه. يعني يقولولنا ان انا ما عندي حاجة تيبنو انترستيشيال افضل يعني. طبعا. بيولينا اكيدني انترستيشيال ايه. طبعا. اللي بعده. بيولك ان الحاجة اللي عيلنا جايلنا بيها اللي هو الايكي اي. فبيقولك اعتمادا على ما سلف ذكره. نقي من السلايد اللي موجودة قدامنا what is the most likely etiology of this patient AKI. هل دي كريستل نفروبسي من البالجان سيكلو بير ولا سين بزمن تمبرير ديابتك نفروبسي. غوليوم ديبليشن. شوبركولوزيس. بوليسيستي كيدني. اكيو تيوبلر نيكروزيس. انفكشن ريليتد جي ان. ميمبرانس نفروبسي. يو تي اي. اكيو تنترستيشيال نفريتس. ميلوما كاست نفروبسي. ممكن اول واحدة واخر واحدة يا دكتور اصول. اول واحدة. يعني اصدي اصدي الكريستل الكريستل نفروبسي ده موجود بتاع الجالسيكروفين. وارد. كمان. وحكايت اه وكان نوترول اوت. عايز تدخل ميلومة. وكان نوترول اوت البارابروتونيوميا والميلومة عشان الكلسم العالي سنة ده قليقني برضو. بس انا تياري ان السي بي سي كانت نورما كان هيمو جروبين. ما كانش في ما كانش في انا بسطت عليها. بس كمان هو يجيله اه 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 يعني الراجل ده من الديابيتس مسلا جاله يعني دي. ممكن يكون اميون كومبرومايز. اه يعني تسعين في المية من الحاجات المعروضة. اليمفوما كانت مكتوبة فوق اهو بس كانت متغطية عندي بالمفتاح بتاع الزوم. فهي اليمفوما برضو مكتوبة فوق من ضمن الاجابات اللي مكتوبة. والله انا يعني انا احبز اكتر الكريستان نيفروباسي بلاس مينس احتمال اه ميلومة. ما هي لو حطيت الكريستان نيفروباسي اه هتفسر اه هتحط معاه ماشي لكن كده كالسام اللي حداشر ده يقلقنك برضو اه. الله يوجد الكالسام ده اه السادسة من هاي رايح ناحية او حاجة. طب ايه اللي خلتك تجي الناحة ده محمول? عشان هايبر كالسيمي ها? لا ماشي بس يعني ايه اللي معاه التاني عدد الكصة دي? احنا اولا الكريستان نيفروباسي معهوش هايبر كالسيمي. ماشي? ماشي اوكي. والميلومة ما بيبقاش معها هايبر كالسيمي آآ 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 الكلان فوسفاتيز عالي. يعني الميلومة لو لقيت الكلان فوسفاتيز عالي. غالبا ما هيش ميلومة. إلا إلا في حالة واحدة بس الميلومة ممكن تعالي الكلان فوسفاتيز لو كانت سوليتاري بلازما سايتوم. ماشي بس. واتوسومال كيدني دزيز. آآ اتي ان. آآ انفكشن رليتد جلوميريون فريتس. يعني ميمبرانس لقه. يوتي اي لقه. ميلومة كاستر انكمان. في بايوريا تمام من جانب آآ من دي الانفكشن. هذي ماشي. هو هو الان ماسجي بس اللي انا عايز اوصلها للزملاء اللي موجودين معنا. تمام? اوعى 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 يعني ايه. يعمل لك ليدنج كده. فتروح انت تبيه لد على طول. محدش يقول لك العيان ده خد كزا. وبعدين يجيب لك سوال خطط لك من ضمن الحاجات الكزا دي كده. دي الحاجات كده ايه خبرة يعني. مش 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 كلام علمي. تمام? محدش يعني مش معقول هجيب لك عيان. ويكون عنده رينا الامبرمنت. وبعدين هقول لك العيان ده عمل كنترست آآ 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 استادي. واختبالك ازاي. وبعدين اجيب لك الكرياتينين العيان بتاع العيان. وبعدين اقول لك. واختبالك ازاي في التشخيص بتاعتهم. قل لي ايه السبب بتاعت الاكيوس. واكتب لك من ضمن الاسباب تمام? دي الناس اللي بتهزر. بس انا مش من الناس اللي بيهزر. لا لا بس سيطور اصاب سؤال. السيطات والسيطات والحاجات اللي احنا بنجيب منها الحاجات دي مش خلي اه يعني اه خلي بلك من الحاجات دي محدش. تتخطف الاعتبار برضو. بس مش هي دي اللي هتوجهك. بس احطها وفكر فيها طبعا لانه ممكن يبقى ليه علاقة. طي. خلينا نكمل شوية وهنشوف الدنيا. بس سؤال يا دكور اصاب. سؤال. وضوح وضوح العنصر او شكله سهل. ينفي ان انا اختاره او يستبعد ان انا اختاره. ذا ما ينفيش. واحد عمل واحد عمل من ثلاثة ايام كونتراست. وجاله اكيوت كدني انجري وفيه كزا ديفرينشال دياجنوزي. معقول استبعد ساعتك كونتراست انفروباسي. وهقول والله الممتحن مش طيب اوي ولازم يبقى لقيم. عشان اختار مختارش كونتراسترفروباسي. ما اعتقدش. وكل كل واحد كل واحد خرف طريقته بالتفكير يا دكتور ساعدين. بس انا من خبرتي واخد بالك ازاي. لما حد يجيب لي الموضوع يقولي بالمنظر ده. بحس ان هو حد بيجر رجلي. عايزي وقعني. واخد بالك ازاي. انا انا هتكبرل الكلمة بتاعتك يا صاح. واقولك ما تبيعش نفسك كله. يعني بيع نفسك بس مش قوي. ماشي ماشي. ما تبيعش نفسك. وبعدين الحاجة التانية ازاي ما بعض الزملة كان قاله دلوقات. لو انا بيعتي نفسي كده وقلت ان دوت كريستال بالمنظر ده. طب وموضوع الهايبر كالسيميا دي اتعلاقتها ايه بالموضوع. بالضبط. طب وموضوع ان العيان دوت ديابيتك ومش عارف الالبومين بتاعه طالع منطفض دي علاقته ايه بالموضوع. اخي بالك ازاي. اي اي اي. عندي حاجات ما ما تفسرش في القسر. ساعدتها دكتور ساعدتها ده اللي هيروح جايه لي يقولي اه. ده الراجل الامير اللي حطت الحالة دي. ده حطت لي اه. بتاع اه شارك. اه شارك. ده عمال لخدعة. خدعة العمر بالمنظر ده وقت كده. ايه ايه. بعدين المسل بيقولك ايه من حصن الفطن? هو ايه اللي من حصن الفطن? تذكر قوي. تذكر المسل. خلينا نكمل شوية. برايب يقولك البيكي اتش كام وده مش موجود? هو بس السؤال يا دكتور عصاب. سؤال. الوان بلاس. ما بينه ما بينه ما بينه وبين الالبوم وتحت. ده يدل على ان في مثل هو اللي عامل القصة دي مع مع الالبوم. وارد طبعا عشان كده لفتت نظري اه طبعا. طبعا سعيدة اه لفتت نظري. طبعا. النسبة اللي موجودة فيها ديت كده ما هيش نسبة جديرة يعني حتى انا. اه مش قوي اه مش قوي. لك بس تاخد في الاعتبار ان النسبة دي لأ ان هي نان نان البومن. وبعدين الالبومن ده اسهل حاجة بتنزل. بمعنى اخر ايه? ماشي النسبة ما تبقاش واحد لخمستاشر. طيب ما الالبومن لو هينزل هينزل اسهل. عشان انزل معه بقى اه اه بروتينز. او في جاما جلوبلين. يبقى فيه حاجة اكتر. لجاما جلوبلين انه انزل. لازم حاجي بالي. خالي بالك بالك يا دي جرة الرجل التانية. ده هو فيه تلاتة اربعة رجل مجرورين هنا جلب. هي دي رجلة الجر. يعني اتحب في الاعتبار يعني اللي انا اصده ايه. لازم حتفكر في كل المعطيات دي. طب ما ممكن تكون فورس فول بروتينز مع كيوبلر انجري. عادي جدا. طب خلينا نسمع الباقي كده دكتور رشاد. دكتور عصام كان مفروض يجيب الحالة دي الاول. هي الحالات بتاعت البرابروتينيميا بيسموها ايه بتعمل لنا? يعني نعمل البروتينوريا جماعة. بيسموها اوفر فلو بروتينوريا. يعني اوفر فلو بروتينوريا. فيضان. فيضان من البروتينوريا. تماما. تبكير مبارة بروتينينيا. لما تلاقي البروتينوريا عند العيان مع دي العشرة دي. تبتدي تفكر فيها. فالحاجات اللي احنا عمليين نتكلم فيها كده. تلطمئة وتمانين ميل جرام والحاجات دي كده. ده دي انا حاسب عليها في اخر اليوم ما تقلقش يعني. واختبالك ازاي. ما هيش دي الداخلة في الموضوع. طب نخش عشان الوقت بس جيري بينا. تماما. بعد جده تقولي ما كده خلاص. يلا بينا. تماما. شوز هاي ستييلد تيست بفور زي ما عملنا في الحالة اللي باتت. يا طرح تحب تعمل ايه تحليل من الحاجات المعولة دي. تحب تعمل تحليل اي بي تي اتش مع فيتامين دي. ولا تعمل كيدني بايوبسي. ولا يورينيري الزينوفيلز. ولا المجموعة بتاعة البربروتينيميا. ولا تعمل تحليل الفيروسات. ولا تعمل فيتامين دي اللي هو الاكتب نسبة الاكتب فيتامين دي. ولا تعمل يورين كالشا. ولا تعمل هيموغلوبين ايوان سي. ولا تعمل الاتشيست اكس ري. عشان سالكويل ولا ايه الاتشيست اكس ري دي. مثلا. مخدبالك ازاي. هن عايزين نقل الحاجات او الحاجات اللي هي ايه. بتكون منطبقة على العيال. تمام. طبعا كل واحد حرف طريقته في التفكير. يعني ممكن واحد يقول ليه. طب انها هيموغلوبين ايوان سي. اقول له طب هيموغلوبين ايوان سي. انا عارف ان هو اضايبيتك. وعايش تعرف هو اديكواتلي كنترول دو ولا لأ. بس يعني علاقتها ايه بالحالة دلوقتي. هو لو كان نوت اديكواتلي كنترول ده ده اللي هيدخله في الاكيوترين. يعني انا بفكر بالصوط عادي. بس انا ما بحبورش على اي رأيية. فهنا في اسأل هن نعمل برا بروتينيميا. يعني يكتبين ارقام وكده. طيب احنا عشان بس ضيق ذات الوقت. هنروح داخلين كده واغلوكم بعض التحليلات اللي هيت عملت له المريض. عملو له الانتاكت بيتي اتش والفيتامين تي توينتي فايف. تمام. وبيقول لك البيتي اتش بتاعته طلع اولي. اقل من الهيبركالسيميا. اه. والفيتامين دي بتاعه طلع وزين تارجت. ماشي الله. يبقى ده واحد من التحليلات اللي هي فعلا كانت تستهل انها تتعمل عشان هتبقى درايفين بي الايه الريبركالسيميا اللي احنا مش لقيين. دي بتاع العيان. اسألنا دكتور ريشاب ودكتور سعيد وحد من الزمنة يقول لنا يكتب لنا كده الشيست اكس ري ديت نورمل ولا ابنورمل ولا انت شايف حضرتك فيها ايه. اللي كنت بسألك عليها محمود اللي انت كنت قلته. ايوان. تمام. انا معرفش اوبا دي ايه. اوبا دي ايه كانت اه اسم الدلع بتاع اه احد في الزهر اوبا دي يعني يا دكتور محمود. اوبا. ولا انت كاتب اوبا اصلا انك اتفاجئت بالايكس ري. ايه كده ماشي مع الساركويدوس دي اه. اعمل انا بسألك على كلمة اوبا دي انت كاتب في الكومنت بتاعتك بتقول او بي اي 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 تقصدك اوبا يعني اه. يعني ايه ده تخضيت يعني. يس يس. سوري. اه. جميل. البي اتشيل. هي فعلا بايلاترال هايرل لينفا دينورسي. بص يا جماعة البايلاترال هايرل اللونسي الجميلة اه. ادي كده اه. 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 وعلى الناحية الشمال اه. اه. وفي. وفي رتيكوليشن في الابر رايف لانج كمان في بروزي. مش هتلاقي بهل كده انا بحب انطقها كده بالطريقة دي بالمصري بهل زي دي هات كده. حاجة ايه. حاجة يقدر يقولي. ايه هو. ندي فرصة للدكاترة اللي معانا. تمام. ندي فرصة. ايه الحاجة اللي بالإكس ري جماعة. الكناس التيشن جاء بتاع زمان. ايه. ايه. وفي حد النهاردة بيبص تشيست اكس ري اه. انا والدكتور سعيد والدكتور هشاب من الاجيال القديمة. متعودين ان انا لحد دلوقتي لما بشوف تشيست اكس ري مع عيان ونادرا لما بشوف. يانهارا بيد علانا شوفته. باعدة فاني واحدة ادور على فنوس اشعة وحاجات زي كده. بل باكل اشعة في حاجة مهمة مش موجودة. ايه العلامة اللي موجودة في ال اكس ري دي وتقولي ان دول فعلا بهل. بايلاترال خير اللين فادي نوباسي. بص جوه اللين فنوت نفسه. لا بص برا اللين فنوت. نختلف معك يا دكتور سعيد. اه بص عصام انا عندي ريتكوليشن ايه فاي بروزيس على زي ما قلتلك. ايه بس دكتور عصام بيسأل على الحاجة ايه ايه اللي خلينا نقول دي ليم فنوت مش حاجة تاني. دي كده انها مش يعني. اه شوفت 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 قلت لكم ايه تلكم انا والدكتور هشام والناس الادام دكتور سعيد هيبقى عارفها. تمام? الفيسطونات. عارفين الفيسطونات. فيسطونات. 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 بص الانفرو ده انا شورتلك عليها بالليزر بوينتر. بص خليك ماشي معي. بص على الاوتر بوردر كده. ماشي. بيغشيك كده. وبعدين طلعت تاني بر. تعال هنا كده. مشيت كده. وبعدين طلعت بر. هي دي اسمها الفيسطونات. الفيسطونات عشان الشباب الصغيرين اللي مش عارفها. اللي هي بتكون محطوطة على البرائع بتاع الستاين. ازاي؟ الناس لما بيجوا عشان يتجوزوا احد الحاجات اللي هي بتسبب الطلاق قبل ما الناس يتجوزوا. يكونوا كتبوا كتاب وكل حاجة. وبعدين يعود بيتخنقوا. هي البرق على مين? على العريس ولا على العروسة? والستاين على العريس ولا على العروسة? الفيسطونات. هي في الستاين اللي هي بتجيب الطلاق داية كده واختبالك ازاي? بيكون تحت كده يقول لك لازم يكون ديها فيسطونات. واختبالك ازاي? والبص تلاقي اهم العروسة اهم العريس. اتكلم لكم العيان ده. العيان ده في حاجة مش موجودة مهمة. يعني لو لقيتها يقصر الكلام اللي احنا بنقوله كله. يعني لو لقيت ايه? تراجع نفسك. ايه بلورال افيوجن? ما يقصالك. يا رايس ما انا مش انت. مش ليه طبعا. ما انت موصتين الفيسطونات. هو بيردها لك يا شاب بيردها لك. طبعا لو لقيت بلورال افيوجن راجع نفسك على السلكويدوز. ما يعملش بلورال افيوجن. ما ايزا للوقت يا جماعة اللي جات قدامنا دي. هو دوت الشكل بتاعت البي ايه اللي قلنا ليه. البي ايه اللي بالمانجر ده. على فكرة في المستابلة دكتور رشام. يعني رأيي بعد ما انخلص بس ده احنا لسه قدامنا كتير في قصة النفرو بصولوجي. بعد ما انخلص النفرو بصولوجي كله ان شاء الله كده لسه قدامنا عدة مرات فيها بالكويزات. اذا راديولوجي. ايه اللي عندهم رينال ديسيس سواء كانت رينال ولا نان رينال اميجين. ممكن دي برضو نقعد نشتغل فيها كده لحد كل سنة وانتو طيبين ان شاء الله يخينا انتو على خير حال يعني. وحصنا عمل لحد نهاية السنة دي. كمام. يبقى دية اللقطة لموجودة قدامنا. طب نشوف تحليل التاني كده هم عملوا ولا اكتفوا بالاتنين دول بس. وقال لك طب ما كده كفاية. تمام. عملوا رينال بايوبس اللي حضرتك طلبته. تمام. استنى استنى دكتور محدش يتكلم من فضلكم عشان ندي فرصة للناس. ادي فرصة للناس تفكر. وانبص. ولو حضرتك عايز تقول حاجة او تعمل حاجة اكتر. بص من فضلك واصبر عليها وهدي لك صورة اجمل من دي بكتير. هتتبسط مني قوي لما وري لك الصورة اللي جاي. بس دي شكلة دي البيوبس اللي اتعاملت للمريض بتاعنا. شكلها جميل قوي فعلا. ده اللي جاي يا دكتور سعيد لو شفتها. يعني انت بتستفزيني عشان اجيب لك اللي اجمل من. طب بص دي. والنبي مش تقولي ابعت لي صورة منها عشان ابروزها وعلقها عندي على القطة. دي بتنطق بقى يا دكتور عسفان بتنطق الوحدة. خلي بالك. كنا زمان كنا زمان كنا زمان في الامتحانات للسلايد دكتور سعيد لما كنت بنازل سلايد حلوة يتبقى واضح قوي. والوانها جميل. ويكون جهاز الكمبيوتر اللي بنشتغل عن دنيا في الدمر داشة يكون شغال كويس. وتكون الدنيا حلوة بالمنظر ده. كنت قولوهم يا اولاد كل سلايد من دي هنقص منكم نمرتين عشان الحلاوة بتاعتها اللي احنا بنعريضة. دي هتشوفوا حلاوة زي يبنين. صح. وبعدين قاعد قاعدة بص لوشوشهم كلا وهما جواب عريزهم يتحق. فبص يتلاقي فيه اتنين درازة منهم رسولي من تحت لتحت جده. وهم عملين يدعو لي بالخير يعني. اكيد اكيد. محمود انت ماتبعتش خلي بالك. انا قلت لك في الاول فيها ايبر كالسيميا خلي بالك. وانت عايش بقى. والله يبقى احكاية جان سايكلوفير ماليش دعو. يا دكتورة نوها حرام عليكي. كازيتنج جرانيلوما برضو. نعم كازيتنج جرانيلوما برضو. ايه ما اتسرعت بس وبتكتب. الله. هو انا يعني اه اللي مش طايم فيكم. هو انتو كلكم ملايكة وانا العفريت اللي فيكم. لا احنا بنحاول لكم بو انا مقصودش حاجة مع اي حد طبعا ده دول كلهم. انا عارف انا بنضحك. انا بنضحك. بس ايه. لما بنلاقي حاجة زي ما بنلاقي حاجة بنقول يا سلام الله ينور وكلام ازي كده. لما بنلاقي حاجة ممكن تبوز لنا الدنيا فبقول له لا يا عم هو ده كده يتقال عليها. صح صح. انا عندي عيانة كده تبقى يعني بس معنا تلاتش كان الكالسيم تلاتاشر. وكان عندها وعرضتها على الجروب يعني. وآآ اعملت لها وعليتها على اساس انها ساركريدوزز. وتحسنت جدا جدا كده تنزل يعني او سامسين ايه ايه وايه. احد ركض تلتلنا عليها صح. بالضبط. فبص اللي موجود يا جماعة بص كمية الانفلتريت اللي موجودة في المراعبة. ده عالي جدا جدا يعني. وبعدين بص بقى كلمة جرانيروما زي ما حضراتكم عارفين ان هي بتبقى مجموعة من السيلز عملت لنا تيومور لايك ماس. دكتورة نوع كانت بعد قلت سوري لا ما فيش اي حاجة دكتورة نوع احنا بنحب نضحك واحنا بنشتغل بس عشان نوصل اللاط. بس هنرجع لسؤولة اولاني واحدة يقول لي الله يا عم سابغت ايه اللي احنا فيه دلوقتي. انت جايب لي في البعض من حالة خلص تقول لي سابغت ايه. هسألك في السابغة وارد ياضح. اشتغل معايا وقول لي السابغة اللي حضرانك ايه. ابعتلي على اللي تشات. السابغة اللي احنا مستعملينها هنا ايه. كلهم كاتبيني ماتوكسن ان عندي. هو دي هو دي اللون الفاتح. اللون المحمر الباهت الفاتح. هي دي اتش هي برافو عليكم جميعا. طيب ما دي اللي جابة الاولانية. ما شاء الله. الاولانية. لا لازم يعرفوا بقى يا سايد احنا دي الحلقة رقم واحد وعشرين في النفر بصور. ما هو برضو كويس والله. لازم نقابل الشيتة دكتورة عشان. بيقول لنا بيقول لنا which of the following do you see above. تمام. يعني اللي انت شايفه ايه الحاجات اللي موجودة في السلايد بتاعت الباثولوجي من ضمن الحاجات اللي موجودة دي بيقول لنا ممكن يكون اكتر من اجابة. هل في بودو صايد افاسم انت عشان نعيد. او في الجلوميري لاي اصلا. ولا اندو كابيلة البروفوريشان ولا بيوليشان ولا مزانجي اكسبانشان ولا النورمال جلوميريوس ولا انترستيشال انفلاميشان ولا كولابس انجلوميريوس. فين الجلوميريوس اصلا. في الصورة دي. الكل اللي كاتب انترستيشال انفراميشان هاتور اصلا. طيب يبقى خلي بالكم اتعلموا بقى بص بص اللي حطت الحالة دي راجل موقعاتي. تمام? هل اللي ما بين خسين اللي كاتبها دي اللي هو كاتب لي مور زين وان مي بي كوريكت. هل اشتريها؟ لا. لو حطيت اي حاجة تانية مع انترستيشال انفراميشان الحالة بصت منك. طبعا. هو بيقول لي لازم بيقول لي مي بي. تمام. هي دية الفكرة. ده السؤال ده جاي من اوروبا الشرقية وانا حافظه. يبقى لو راجعنا للحالة اللي احنا عرضناه من شوية. ايه الباسولوجي بقى ايه الاتيولوجي اللي عامل الاي كي اي في العيال. دي ما كانتش كريستل ولا حاجة. هو كانت انترستيشال انفرائتس. هو دوت سبب الاي كي اي. اللي كانت برضو كلو من الدياجنوز. الجرانيولومة. الجرانيولومة عشان احنا بنكلم على الباسولوجي حتى سريع جدا كده عليها. جرانيولومة are essentially unorganized collection of macrophages. they are often recognized by the presence of multi-neucleated giant cell. اهي زي لانا بشاور عليها دية كده. multi-neucleated giant cell. تمام? which are multiple macrophages which be used together. جات منهم. نوما كانوا واحدة لحموا مع بعضها. فبانت على انها زي ما تكون. multi-neucleated giant. they can be broadly categorized as being. casuating that is containing a necrotic core or non-casuating. عشان كده انا اوقفت في اللي كان كتبها كده. لان دي بتبقى تفرق معنا السماء من الارض ما بين casuating ولا non-casuating. طيب بعد ما خلصنا اللقطة دي عشان خلاص احنا قربنا نخلص. بيقول لنا few more tests has been suggested by the pathology to clinch these diagnosis. تمام؟ الدكتور الباثولوجي بعد ما كتب لنا ان في granulomatis interstitial nepritis قال لنا من فضلك اعمل لي التحليلين دول. واخد بقى لك ازاي؟ يا اه. ده شوف بتوع الباثولوجي بتوعهم شاطرين كمان في البطنة ازاي؟ قال لنا اعمل لنا angiotensin converting enzyme زي الدكتورة عشان ما كان بيحكي دلوقتي على الحالة اللي كانت موجودة معاه. طرع هاي اكتر من تمانين. عملوا تحليل عشان توكسيكلود NTB. واحد هيسألني يقول لي الله ما هي كانت نانكا زيتنج جرانيروما. ما ممكن في التي بي في الاول يكون نانكا زيتنج وبعد كده هتبقى كازيتنج. والضيابيتك ممكن تيجي بعد كده العيان الضيابيتك ممكن يجيله تي بي او ري اكتيبيشن في تي بي. وممكن تكون الموجودة بتاعت تي بي. تي بي المفادي نوباسي. ما تعملش الشكل ده. ما تعملش الشكل ده خالص تي بي. او ايه الكالينيكال دياجنوز بقى في الاخر بعد كل الليلة دية كده. العيان دوت هو ضيابيتك او كل اللي احنا قلناه. بس جانوا مرض تاني اللي هو الساركويدوزيس. وعملته جرانيلوميتس انترستيشان نيفريتس. لو حضرتكم رجعتم للمحاضرة بتاعتنا في النفرو باتولوجي. لما كنا بنتكلم على جرانيلوميتس انترستيشان نيفريتس. انا جبت الاسلاي الديات فيها ممكن نفتب بيها المحاضرة بتاعتنا النهاردة. ان البرانيلوميتس انترستيشان نيفريتس. في الريتريتشار كاتبين اربع اسباب رئيسية. خمسة واربعين في المية من الاحوال بتبقى دراج انديوز دري اتش. نبرة تلاتين في المية بتبقى ساركويدوزيس. خمسلاشر في المية انفكشان او باسكولايتس. وزا ملقناش حاجة من الحاجات دية خالص. بيبقى اسمها الديوباسيكولية تمثل عشرة في المية من الحالات. طيب ممكن واحد ييجي برضو ييجي دلوقتي يقول لي ايه الله. طب ديها واحد. ليه ما تكونش الحالة دية دراج انديوز دري اكشن من البالجان سيكلو فير. يكون هو اللي عمل لي الليلة دية كلها. كانت سيناريو مختلف. المعلومة لازم نبقى عارفينها ومهم نبقى عارفينها لان البالجان سيكلو فير بالسايل من ضمن الاجلاء جماعة اللي احنا بنستعمله كتير فيه الترانسي بلانتيش. لازم حضرتك تبقى عارف تفصيلات عنده ويه بتاعته. ليس من بتاع البالجان سيكلو فير لا بيعمل انترستيشال نيفريتس ولا بيعمل كريستال انديوزد نيفرو باسي. لا ثانية واحدة. ما عليش. ثانية واحدة. ما عليش يسمح لي يعني. وانا قلت لك وانا قلت لك انا عفلت. ما انا مستاني. يالله. بيعمل وده منشور من حوالي تلات شهور اعتقد ان كان في كدني انترناشنل او مش فاكر في اريجورنال. ان الفالجان سايكرو فير في كيس بيعمل احيانا احيانا كريستال انديوزد نيفرو باسي. طبعا. الدكتور هشام رد عليك في الحكاية ديات قبل كده. قال لك الحكاية. قال عليها كيس ريبورت ديات كده. قد قال لك ازاي. ديات اوحاة ديات. هي بس ما نقدرش ما نقدرش ما نقدرش نبني عليه. لا انا لما بتكلمني على دوة معين معروف ان الدوة ده من السايد افكت المشهورة بيعمل لما اقولك مثلا ايه في نيطوين او ابانيوتين. ابانيوتين ده دوة بيعمل جرانيولوما. طبعا البرسنت مهمة او يعني. ده بيعمل حاجة كمان ابانيوتين ده. بيعمل حاجة اسمها سودولينفومان. بيكبر. ايه وصلا. بيعملين حاجة اسمها سودولينفومان. انما السايت النفروج اللي انا جايب منه الكلام دوت كده. مش هقول هو ايه عشان اجيب منه حالات بعد كده برضو. اخي بالك ازاي. في ناس بيتعبوا نفسهم يعودوا يدوروا على السيطات. تركز معنا عشان نستفيد كلنا بغضل نظر اسمه ايه. ايه 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 ايه. هم كتبين كده. كتبين ان بلجان سيكلوفير نايزر كوزس كريستل انديوز نور انترستيشال نفرائز. ذي سنور او زي راكشنز بتاعه. عشان كده. ايه 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 بيك لموادوه. كده ماشهوم الموضوع. تجمية بقى الحاجات مع البيه اتش ايل. مع الهايبر كالسيميا مع الانجوتينس البول بيرت. كذا مدول كلهم مع بعض تمشي مع الفكرة اللي احنا قلناه بتاعة الساركويدوس معلش احنا خدنا حالتين بس يا جماعة النهاردة بس تهيئة دي احنا شرقنا لا ما هو مهم ان احنا ناخد الحالة اللي جاي بعد كده الحقيقة انا عمل برضو عمل يعني نفس التأسيم دي كده على النودير بس ده في مرة اخرى ان شاء الله بعد الحاجات اللي استفقنا فيها كله بقى بعد كده عندي عدد كبير حوالي ان شاء الله مجرد باثولوجي سلايد وعليها اربعة او خمسة mcq عشان تختار منه فنعمل مواقمة ما بين الحاجات دي بس بنحب دايما باعتبار ان احنا نفرورجست نطلع باكثر من حاجة عشان تبقى الاعداء استفدنا بيها باللقطة دي اكده ايهوب ان احنا نكون استفدنا من الوقت ده وكده دلوقتي احنا دخلنا على الميدنايت فاخد بابك ازاي ايهوب ان نكون استفدنا من الحاجات اللي احنا عرضناها شوف الوقت الملام دكتور هشام تابع الاسكيديو اللي بتكون عامله ثم مرات اخرى نكمل بقية الكويزيز دي ايه باقول لي وانا معاكم ان شاء الله شكرا لحضركم معا اخيرا بس يا دكتور على الفترة الطويلة دي فضل دكتور سعيد شكرا الاول بشكور حضركك على الحاجات والله يعني اكثر من رائع كالعادة دكتور عصد فعلا اه نمرة اتنين الجزء بتاع البلمونري تي بي ما حضرك قلت وقلت ايه او ايه كزا يا نقطة احب اضيف نقطة كمان ان انا وارد هاد السيرويد مع الساركويد فلو في واحد في المليون يعني احتمالية لازم طبعا ده احد الاسباب برضو لو اختار ليه عارف عارف لو تلع فيها شوية عشان كده كنت على موضوع اه 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 تمام المرة تانية مش موجود شكرا لكتور سعيد ده وجولك بيوسري بيوسري الجلسة بتاعتنا بالكومنتات الجميلة اللي حولتك بتقول لنا وبنحس جدا ان احنا ازا وقعنا في حاجة هنستعيد بيك على طول او بالدكتور يحنا احنا تلامس لتك العافو العافو دكتور سعيد بي ده من فضلك وكرم شكرا جزيلا لكم شكرا شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم وده اهمية الميتينج بتاعنا ان احنا بنجمع ما بين مع يعني مش هناخد بس كده هتزهقوا لازم اربطوا بي عشان يبقى احنا نبقى الفاهمين. ان حيفرق معك في الدياجنوز. حيفرق معك في على الابتنوزيس. حيفرق معك في وحيفرق معك في طريقة ويحضر دياجنوز. حيفرق معك في كل حياتك. ام host of لو كان لو كان لو كان كل دي حاجات تتحطم مع الباثولوجي وليس الباثولوجي واحده كافي على الدايبرو شكرا جزيلا يا جماعة من زمان وبرضو نصيحة أخيرة أقول لكم بضم كلامي كلام الدكتور الشام أحسن طريقة تذكر بيها أو تفكر بيها تعلم بيها كده أن أنت الحالة اللي بتعرضها أو الكلام اللي أنت بتشوف أو كأنك متفيل عيان موجود قدامك عنده المنظر ده فبتفكر معاه ازاي هتقول له إيه إيه الخطوة التالية أنا من زمان من أيام أنا كنت طالب أنا معود نفسي بالمنظر كده أن باجي بقرأ أي موضوع بتخيل كده أن موضوع الديابيتس ولا الهايبرتينشن ولا غيرها بالأبراد لا ده هو أنا مش بقرأ موضوع نظري على الديابيتس ولا الهايبرتينشن بحاول أتخيل أن أنا قدامي عيان عنده هايبرتينشن ولا تيبركولوزيس ولا ساركولوزيس وبعد أقول الحاجات دية كده وكنت منصح الطالب أو الدكات لو ما زلت منصحهم لحد دلوقتي بعد ما تقرأ أي موضوع نظري روح هدى يجرام كده بتاع شكل كارتوني لجسم واحد واكتب عليه كده الداتا اللي أنت طلعت منها من قريتك النظر للموضوع الهد مثلا فيها إيه من المرض ده اللي تشست فيه من المرض ده الهد فيها إيه واه 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 بالمنظر دوت كده هتبص تلاقي أنك بتاخد الموضوع تثبت معي نرى على كده دايما بظروف أخرى شكرا جزيلا جزاك الله خير شكرا عصام وأكد عليك أن احنا طول عمرنا بنذاكر اليوم اللي قبل المرور بعد الحوادث وسيسل استينشال عشان كده احنا هتذكرناك كويس لأن احنا بنشوف الحالة ونرجع جاري ندور على الحالة دي عبارة عن إيه في سيسل استينشال آه نشكركم شكرا جزيلا ونشكركم على خير إن شاء الله قدوا سمي نزيم براحتكم إن الأسبوع دا كله أجازة آه مش عارف لسه هيبقى فيه إيه السيني تي ولا هاني عرضوكم على الجروب إن شاء الله شكرا لجميع الأساس طبعا أستاذ دكتور حسام نور الدين وأستاذ دكتور سعيد خنيس والشباب آه الموجود كله من جوه مصر ومبر مصر ومشوفكم على خير ومصبع على خير شكرا بكتور يا شام شكرا لجميع شكرا شكرا لجميع